وصدفة كنت أشوف بإستجرام والله فيه دكتور نفسي محمد سويدان قاعد يتكلم عن أعراض الاكتئاب فقاعد يقول لنا فيه خمس ما هذه سبع أعراض قاعد يتكلم عنها وقاعد يقول أف هذا نفس الأعراض مالتي الاضطراب في النوم الأكل مومش تهي الأنشطة اللي تسوي فقلت معقولة يعني أنا الحين اللي مغذي الناس إيجابية ورددت لفعال قاعد تصير أن ألبومك وغانيك تعطينا إيجابية وأصير أحسن وأضحك يكون فينا اكتئاب مساء الخير اليوم حلقتنا كانت مع حمود الخضر وما أتوقع اليوم في أحد ما يعرف من حمود الخضر حمود الخضر شخصية ناجحة جدا اليوم في جانب الغناء الإنساني أو القيمي أو حتى الإيجابي لكن اليوم نحن ما تعرفنا عليه كمغني تعرفنا عليه كإنسان كشخص شون يفكر شون قاعد يسوي وكان الحوار واقعي جدا شون يقصد اليوم في الأغاني الإيجابية ولا الأغاني القيمية وأين موقع الواقع من هذه الأغاني الإيجابية حوار عجيبا نوايد ستنست اليوم معا لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معكم فيسر للعقل وهذا بودكاست بدون مورك تعليقك ناسي ناني عندي صورة معك بالفينو 18 موجودة أعتقد هذه كانت أول مرة أشوفك صح صح تكت مع بدر مع بدري حتى لما شفت تعليقك شفت الصورة شفت الكابشن وكاتب أنا مع شاب طيبين ومسوي لهم كلهم تاقل لأنت محاطني ما كتعرف يعني لا عندي رقمك ولا عرفك بالاستقرام أنا فكرت أزعل عليك يعني زعل بعد عشر سنين هاي هقول لك حياك الله الله يحييك اليوم أريد أن أسأل معك عن مادي أشياء أقول لك بعثمان أو حمود 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 فيصل أو أبو فيصل أريد أن أسأل معك عن مادي أشياء أنا وائد أريد أن أفهم عن العالم الذي يعيش عنك كل يوم حمود لأسلامك أنت في لندن أخبر أسلامك شوان لندن زينة زينة رأيت حفلة ها كان عندي مشاركة بمثل ملتقة سنوي سونا الجالية الفلسطينية ففيه يعني مسرح وفعاليات على المسرح وفيه بزار وهذا فكان عندي مشاركة يعني الساعة فمو حفلة أوكي مشاركة أنا شفتك لابسة عن تي شيرت فلسطين صح صح تي شيرت محمد شرف أيوة أيه تصميم جميل أيه وعندي تي شيرت من زمان فقلت فرصة حلوة عندي كلاسة الأبيض شيطان لا أنا كان عندي الأبيض أيه فما قصر ولا أستعيني بالدليبري زي أنت شون يكلمونك الحين لما يقول لك ولا أنا بيك تي ولا شي شي هل يكلمونك أنت دائرك تزولك من استجرام أو يكلمونك لا من خلال الشركة اللي يدير عمالي وحاليا في شركتين يعني قبل كنت مع Awakening Records هي شركة بريطانية الحين لازلت معهم بس يديرون كل الريكوست أو الطلبات اللي تصبح خارج الوطن العربي أوكي لأنها هي شركة بريطانية وفيه واحد دعوات تصير مثلا من أوروبا من أمريكا من أستراليا من الجالية العربية فهذه تصير من خلالهم وهما يديرون اليوتيوب والتسويق حتى يوتيوبك الخاص يوتيوبي مع Awakening وفيه شركة بريزميك ميديا اللي نحن لوكل في الكويت مالة عمر عثمان وفيد الإبراهيم وصراء الحبيب هم الماسكين الشغلي في الخليج والوطن العربي نزيل اليوتيوب تانيل مالك الحمود الخضر هذا بريزميك ماسكين أو Awakening لأنك كانت تنزل الغانية أول مع Awakening صح بعد أن شويت أنت عندك قناتك الخاصة صح الألبوم الأول نزل على قناتهم وهذا كان الدارج عندهم كل الإنتاجاتهم نفس فيفو هذول لا بالعكس فيفو على قنوات الفنان نفسها لكن يصبح لوجو فيفو عليها صح وأنا كان أريد أن أبني قناتي للمستقبل فاتفقنا أننا تنزل الغانية للألبوم الثاني على قناتي لكن بإدارة Awakening لأنه عندهم فريق متخصص في اليوتيوب نعجيب ونحن عندنا فريق متخصص إذا تريد أن تنتقل أنا أريد أن أأخذ من بداياتك متى أول ذكرى لك أن عرفت صوتك حلو؟ يعني أعتقد هو معظم الناس يظنون أن صوتهم حلوة يعني يظنون بينهم بين نفسهم وأعتقد أن حتى لو كانت الأسرة تقولي أن صوتك حلو غالباً هذا ما يعني شيء يعني كل واحد يقع جامله كل هذا نعم فأعتقد أن أول مرة كنت متأكد نقول لنا صوتي حلو كنت حاضر بروضات لحفل خالي كان مشارك فيه خالي بوقتها يعني وقت ما هو كان في الجامعة كان نشيط في المجال الفني والأنشيد تحديداً يعني فكنت حاضر أحب طبعاً من صغري أحب الموسيقى أحب دندن أحب أغني أحب أحضر وأشوف يعني بالنسبة لي عالم مبهر يعني شو كان عمرك وقتها؟ كان عمري عشر سنوات كانت 99 أذكر فكنت حاضر والأنشيد لا يوجد آلالة موسيقية على المسرح أنت عندك المنشد الرئيسي وكورال وراه وغالباً تحاول أنك يعني أتعوض عن الألالات الموسيقية في أن الكورال يكون منوع ففي الكورال يقول لحن الأساسي في الهارموني في القرار في الجواب فكانت غنية طبقة الجواب فيها وايد عالية على الكورال الأدلس الكبار الموجودين أن يغنونها فخالي قال الحمود تحافظ هذه الغنية صح؟ تعال جرب غنها معنا فصعت المسرح ويأبوا لي المايك والستاند ونزلوا لي إياك وبديت أغني معهم وأنا قاعد أغني طبيعي فتفاجأت من ردة فعلهم أن الغناء على الطبقة وماشي على اللقاع ومسلام فوقتها يعني أكثر من منشد مشارك في المهرجان قال لي خلاص أبيك معي هم بفقرتي أبيك تكون معي بالكورال فحسيت هنا بأول توثيق أو توثيق أنه يعني يعني يطلع مني يعني وأذكر كنت متحمس حيلي يعني أكيد هل كنت أنت في البيت قبل لا تروح الأوبرايت هذا ولا البروفر هل كنت تتغني في البيت هل في أحد كنت تسمع له هل في أشياء كنت مهتم لها ولا شنو كانت شنو كاني وانسك كنت طبعا يعني شوف أنا انشأت في بيت محافظ متدين فما كنا نسمع أغاني كنا نسمعه أناشيد أو الأغاني مثلا الكرتون الأغاني تطلع في الأفلام مسلسلات بس بنفس الوقت كنت يعني أحب أردد يعني حتى أذكر كنت أشوف فيديوهات عندنا الـ VHS التي كانت صورها الوالدة ففي بعض الفيديوهات أكون قاعد أغني ومو بس أغني الغنية أغني الغنية وغني الموسيقى التي تفصل يعني بين الفقرات الغنية وأنا لما أشوفها الحين أقول يعني يعني هذا بالنسبة لك هذه العمر أذن موسيقية يعني يعني صايدة اللحن وصايدة الفقرات الموسيقية وصايدة الهارموني وقتها دندنها بدون يعني بدون علم شدي يعني دندنة يعني عطاري دندنها أنا ترى اليومين أكثر أغنيق على أسمحها دندن معي لا الأصلية ولا الريميكس ترى فيها الريميكس صح فيها الريميكس لا الأصلية الأصلية أروق حبيت اللي كنت حتى اللي غنيتها بلوكيشن صح أي كنت غنيتها بأير بي أم بي بأير بي أم بي أي كان معاك مجموعة لايف بس هيها مو لايف لايف بس مو لايف 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 غنيت أكثر من غنية أي وإنك هذي قصد كنت الريميكس أنت دندن معي قاعدت تكلم عنها أي غنيتها مع فرقة يعني مع فرقة والله ما أذكر كانت قاعد وطلق لكيها أي في واحدة سجلتها كانت بتعاون مع أنغامي كانوا يعملون شيء حق لبنان حملة تبرعات للبنان وفيها مطربين وايد أي طلبوا يسجل شيء سريع فكان معاك واحد عازف قتار واحد لا 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 أنت حاطة عندك بقناة هذه آه صح 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 أي عرفت عرفتها أي عدل هذه حفلة من غير جمهور وصورناها حق أي كانت مجمع الثقافي بابا وظبي كان دعينا حق حفلة وصار وقتها الكورونا فطبعا أجلوا شافوا الموضوع مطول شان يقولون خلاص خلص خنزلها كحفلة مصورة هذه أنا عندي أهدأ من صح أهدأ من الوجه أحلى أحلى فكنت الدندن فكنت الدندن أحب الموسيقى أحب أغني وكان أقرب واحد لي في المجال الخالي فكنت منبهر باللي سوي وأحب أحضر معه فكانت هذا كان هذا هو المدخل من بعدها صرت وائدة أروح السوديو سواء مع خالي أو مع مشدين آخرين أسجل كورال كورال كانت كورال أي أحد يريد صوت جواب كورال أطفال كنت أروح من التسعة وتسعين لأي الفين واثنين الفين واثنين أمي فلسطين صح فكانت الفين واثنين كان أول بس تروح كورال كورال وما كان بشكل مستمر يعني ممكن بالسنة ثلاث أربع مرات رحت خمس مرات وهلك عادي متقبلين للفكرة أو المرطة يعني مع خالي مع بيئة زينة وفي النطاق يعني المحافظ كأعمال اللي قادر نزلها يعني وما كان وقته يشغل وايد من وكتي مثل ما قلت لك فما كان في الخوف أنه والله تاخذني عن دراستي ولا تاخذني ليه الحين صح أي بس الفين واثنين كان أول عمل نانا غني فيه صولو أو غني فيه كمغني رئيسي أم فلسطين مع رحمة الله عليه مشاري العرادة أه كلمني قال لني بيسوي ألبوم يا رجائي و يعني أنا وإيام مشاري وعدلوها بني فيه ف قلت يلا وهو كان طبعا هو اللي ماسك الموضوع كإشراف فني ما عندي أنا طبعا أي خبرة فأهو الجهز لنا بعض أعمال كانت خاصة لنا وفي العمل اللي كان دوتو بيني وبين مشاري رحمة الله عليه هو أمي فلسطين كان وقتها الانتفاضة الفلسطينية الثانية صح فنزل الألبوم يعني على مستوى الأناشيد وجمهور الأناشيد حقق انتشار يعني وايد زين بالنسبة لأول أصدار حتى بالنسبة لي مشاري رحمة الله كان أول أصدار وتحديدا أمي فلسطين كانت يعني انتشارها على مستوى الكويت والخليج وحتى الوطن العربي أذكر حتى وقتها يعني ما كنت أستخدم الانترنت كنت يعني بالسن الليل الآن مو مسموح لأنني أستخدم الانترنت فأذكر أمي بعد ما نزل الألبوم فترة يابت لي ورقة برينتد من رفيجتها سوت لها برينت من متديات وقتها كان متديات صح متديات فيدباك على الأعمال تسمعها من المتديات يعني صح فهي طابعة لها أنا شوفي ولدش متكلمين عنه بالانترنت سلام فيابت لي وكان بالنسبة لي فكرة يديدة تماما أن شون أحد أنا ما عارفه هو يعرفني ويتكلم عني يعني صغير كنت يعني يعني إذا أحد يتكلم عني ما لات أنا عارفه يعني أنا قابلته فأي أني كانت أول مرة تشديف يعني فكرة الشهرة وإن كانت على نطاق يعني بسيط في وقتها بس أن أحد يتكلم عني ويمدحني وأنا ما عارفه والانترنت شيء غريب وإنترنت كانت أصلا فكرة يديدة وقتها يعني الحين الياها اللي رابين رابين عن الإنترنت طبيعي أنت قبلها ما كان فيه يعني أنا ما بديت استخدم إنترنت إلا أواخر المتوسط أعتقد إيه فبعدين عقب الألبوم اسمه رجاء كان يا رجائي يا رجائي ألبوم اتهالي ديني بالدرجة الأولى يعني مواضيعة دينية مدائح نبوية وأشياء في القيم والأخلاق وبعدين عقب عقب 2002 عقب هلالبوم شنو صحبت استمريت في مجال الأناشيد خلاص بدأ يصير عندي اسم في مجال الأناشيد سلسلة رجائي كمّلت سوينا الثاني والثالث والرابع بنفس الاسم وبنفس الوقت كنت أنزل أعمال خاصة فيني في مجال الأناشيد يعني أعتبرها فكرة يعني فترة تجارب يعني ما يعني ما فيها احترافية في أعمال كانت تلحن في أعمال صار عندي حتى هوس في موضوع الستوديو المنزلي وهندسة الصوت كنت أحب أن أجرب فكرت أنت تسجل في البيت ايه طبعا يعني على مراحل يعني في البداية يعني جربت أن أشتري سيديات من حولي تعرف اللي في البرامج وايد ايه اوكي فلانا قلت أجرب أعرف واحد عنده عنده سيديو صوت أحمد العجيل الله أذكره بالخير فقال لي نزل هل برنامج سوفتوير وين حصلت تتركي تذكر البرنامج كان كل ادت كل ادت كل ادت بعدين شتروا ادوبي وصار ادوبي ادوشن نفس اليوم ادوبي ادوشن نفس ادوبي ادوشن كان سابقا قبل الله يشتروني ادوبي كان اسمه كل ادت فكان برنامج يعني بسيط بس يسمح لك أنك تسجل أكثر من تراك بنفس الوقت وكنت استخدمه على الكمبيوتر اللي بالبيت اللي بالصالة ما كان عندي كمبيوتر خاص وشراية يعني السماعة اللي فيها ماكروفون وما حد ينام العصر يعني يمكن 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 واخد تجارب بعد اجرب بعدين شو كنت تركز على ما تجرب يعني تركز على صوتك تركز على تعيد تعكز على شنو يعني كل شي يعني انا بطلع بالنهاية منتج اسمعه تقدر تقول والله ايه هذا شنا عمل زين وكنت طبعا وائد بعيد عن هذا هذا الرزلت في البدايات ايه ايه وصارت تدريجين بعدين صار ربع يوني يسجلون عندي ربعك صغار كبار ربع كبري ربع كبري لا ما نعمل شغل بالفن ما نعمل شغل بالفن بس اننا يعني وناس نروح عند حمود يسجل ومرة سجل مسرحيات اي 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 مرة كان سجلنا حتى مسرحيات بلاك فيل هذا حقي شغل اي حد حد فصار نقلت الستوديو من من صارة البيت لأنه كان عندنا خيمة خارجية بحديقة البيت في خيمة فاحتليت الخيمة التي كانت دوانية احتليتها تدريجيا شريت كيبورد فخلاص هني قال يصير يعني انت حينكم تتعلم كيف لون تعزف هذا موضوع ثاني اي اي بها المرحلة اللي هو بالثانوية شريت كيبورد وبدأت تتعلم العزف تعليم ذاتي يعني ما تعلمت بشكل ليه اليوم تعليم اي لا الحين خديت يعني بعض الكورسات اللي تفهمني بالميوزك ثيري بعد ما تخرش من الجامعة يعني اي بس بذاك الوقت خديت حتى لسنز يعني بس ما ما صملت صراحة باللسنز اعتبرت تعليم ذاتي يعني وشون تعلمت انها الان في يوتيوب اليوم اما قلت تعلمت تعليم ذاتي انا مرة بكورونا شريت بيانو كانت تعلم تعليم ذاتي من يوتيوب صح انت شون تعلمت كنت لما اروح الستوديو واشوف مثلا المهندس الصوت والموزع يعني احاول اتعلم تلقط اي احاول القط كان يوني بعد الرابع اللي سابقيني يعني اذكره بالخير سلمان الملة كان هو يعني صديقي اللي دخلني عالم المجال اهندسة صوت كان عنده هو هم استوديو منزلي ويهندس بعض الاستوديوهات فيعلمني عن المايكات وهذا حتى هذا من المايكات التي شريتها معروف ترى المايك اي يقال يقال ان مايكل جاكسون سجل فيه احد الابومات هذا الشوء هذا المايك مع انه هو مو غالي بس من افضل المايكات كفاليو انه سعر مو غالي لكن يعطيك منافس لمايكات يعني بدبلات سعره انا عبالي هذا يديد انا عبالي سعر ممكن خمس ستن لا لا شور اسم سبن في اي معروف اعتقد من الثمانينات يعني يطورون عليه طبعا بس انه هو نفس البراند نفس مثل ايفون يتطور قصدك لا يعني همو لائن ثاني يعني هم يكون عنده ينزلون لائنات ثانية وينزلون واحد نفسه نفسه بسيطة بالضبط بالضبط زي فانت وقت الان كيبورد ويبتل بيت كيبورد وشنو كنت تعزف على الكيبورد انت كنت في بيئة محافظة يعني صح اي اي يعني شو اي يمكن انا خطرت هالمرحلة يعني في مرحلة اه طبعا حكنا نشأنا يعني اعتقد بيئتنا ان الموسيقى حرام وفي ذاك الوقت في الخليج تحديدا رأي السائد شرعا الموسيقى حرام والاغاني حرام حتى اللي يسمع اغاني يعني يقول لك الله انا دينا حرام بس اسمع اي الان هذة طبعا تغير يعني صار في انفتاح اكثر على اراء من وطن العربي حتى العراء في الخليج حتى صارنا نشوف المشايخ في برامجهم وتلفزيونية يضعون موسيقى في المقدمة هذا الشي ما كان موجود فا tightly اعتقد اللي يغير او اللي خلا لاني انتبه يمكن حفلة لسام يوسف صارت أه سام يوسف يعني بدأ في 2002 2002 2003 الا الاستمع منه؟ برز كفنان ديني باحترافية عالية وهذا ما كان شي موجود يعني كلب قوي وينزل على مزيكا ويسوي حفلات مع أوركسترا فأنا بوقتها كنت سامع بعض عمال سام يوسف ليني أبوه هلف براير كانت شروق صانع ماسكا اللجنة الثقافية في هلف براير فتسوي محاضرات بالدرجة الأولى لكن قالت نبي نسوي حفلة موسيقية لسام يوسف حلو فيابتها وكنت عرف عمر الحوطي كان مع أحد الأصدقاء مع تنظيم الحفل كان يساعد فدخلنا دخلت البروضات حتى يعني حجزت حق الحفلة وحضرت البروضات اليوم اللي قبلها والذكر أنا كان يعني مشهد مبهر بالنسبة لي أنه فنان يغني أغاني دينية قال لي هو شيء كنت أنا سوي قريب من اللي يسوي لكن مع فرقة موسيقية وفي مدير أعمال يعني هم بعد البروضة يسلموا وتسلمنا عليهم وفي مدير أعمال لبناني يقول يلا مستعيلين كان كونسبت أنه ممكن الفنان الغير مينستريم اللي هو مو الفنان الغاني العاطفية السائدة ممكن فيه مسار احترافي لأنك كنت اللي يشوفه في الأناشيد معظم المشتدين بعد ما يتخرج من الجامعة وهذا خلاص يعني إجابة لشغلة وظيفتها وينتهي مشواره الفني وكنت تخيل أن هذا شيء أنا قاعد أقزر فيه وكتي يعني خلال فترة الثانوية فترة الجامعة وبعدين خلاص يعني لكن لما يتيت الحفلة وشفت إقبال الناس والناس يغنون مع الفنان غيرت نظرتي للفن أنه ممكن في يوم الأيام حتى لو أنا كان النمط الفني اللي أسويه نمط مغاير للسائد في السوق في مجال أن يكون احترافي كيف كان عمرك وقتها؟ هذه كانت في 2004 أعتقد الحفلة توقع خمسة عشر نعم خمسة عشر وأيضا صارت تعيد النظر في موضوع الموسيقى بالنسبة لي أن الموسيقى شيء جميل وممكن يستخدم يعني هي أداة أداة للتأثير وأداة جميلة ومعجزة أنا أرى الموسيقى معجزة ممكن تستخدم في إيصال رسائل حلوة وقيمية حتى لو موسيقى تصويرية في الأفلام حتى لو موسيقى بدون شيء بالضبط حتى لو موسيقى تصويرية في الأفلام أنا أريدك أن ترى أي مشهد اليوم تشيل منا الموسيقى التصويرية أمية بالأمية أمية بالأمية أمية بالأمية فصرت أراجع موضوع الموسيقى حتى من ناحية دينية زردت البيت أوكي راجعت عرفت حين تراجعت بعدين وصلت للمرحلة وتغيرت قناعتي في الموضوع يعني أنا محظوظ وممتن أن عائلتي ما كانوا يعني أن اللي نشوفه أنت لازم تلسزم فيه يعني أمي مثلا خصوصا أمي كان عندها رأي أن الموسيقى حرام حتى أخوي في وقتها هذا كان رأي سائد في المجتمع كله ليس في البيت لكن قالوا خلاص أنت يعني تشوف أن هذا يعني عندك رأي شرعي ثاني توكل على الله ومع الوقت مع التأثير اللي صار بعد سنين صار القبول أكثر وأكثر وحين أمي حتى تكتب لي بعض الأعمال الغنائية عندها حس أدبي وتكتب شعر سلام طبعا هي كانت تتراجع من البداية كنت أي نص عندي بغني أمرر على الوالدة ما رأي شرعي الـ Quality Control عندها الـ Quality Control في موضوع النصوص الكلمات سلام الآن السؤال عيلا هذا بالنسبة للأسرة أنت كنت في مجتمع محاصب وأصدقائك اللي كنت قلق منه أكثر شيء يعني ما كانت الأسرة والأصدقاء كانت الجمهور يعني الجمهور اللي بنيته في ذاك الوقت يعني أعتقد أول عمل نزلته بموسيقى يمكن 2008 2009 كان وقتها عندي فيسبوك بيج كان في المتديات شغالة أشوى أنه ما كان في تويتر ولا يمكن أن تهشتاكت وقتها ما كان فيه هشتاك ما كان فيه تغافظ فأنت تنزل العمل وبالفيسبوك تشوف الردود الأفعال فطبعا كانت الردود الأفعال يعني معارضة لهذه الخطوة أنه لا مو هذا اللي تعودنا منك شو الأول وحدة كانت حق برنامج إذاعي على مرينة في أمي قدمة ناصر لمجيبل دكتور ناصر دكتور ناصر صديق من زمان كان صديق وقتها تعرفت عليه أنه قابلني لأنه كانوا مذيع في الإذاعة فقابلني وصلنا بعدها ربع فإما صار عنده برنامج بالمرينة قال شراء تسوي الغنية للبرنامج كنت تمام سويناها بموسيقى وقتها كانت مقتنع ويجب أن تسوي لهم نشيدة دكتور ناصر الجايب الهم كان قريبا من البيئة التي تعرفت فيها يعني أقصد لهم محافظ وقتها صحيح أهمه كان عنده قبول بالفكرة أي لا لا كان عنده مشكلة لا كان عنده أشكالية في الموضوع فسويت الغنية فسوينا الغنية ونزلتها في الفيسبوك والمتديات وهذا فكان فيه معارضة وكنت أدري أن هذه الخطوة تصير بس كنت أحسبها أن كلما سويت الخطوة أبشر كلما صارت أسهل يعني كلما تأخرت كلما زادت قاعتك الجماهيرية بناء على ما تسوي حاليا فقلت أنا سويها من الآن وخلاص الذي يتقبل ويكمل معي تمام الذي لا يتقبل يعني لا يوجد أي مشكلة ممكن بعد فترة يفهم اللي أنا قاعد أسوي يغير راية يغير راية أو أنه لا أكون مناسب له وهذا شيء طبيعي يعني بس إذا تأخرت فيها ستصير هذه الخطوة أصعب فقلت خلاص دعني أسوي أهم الحين أنا أوكي عندي عشرة ألاف متابع بالفيسبوك الذي كان بالنسبة لي رقم كبير نعم وعيد كبير بس يعني أوكي ستصير الخطوة أصعب لما يكون عندك خمسين ألف ولا أمئة ألف إيه ليس قوية عشرة ألف أصعب في ذلك الوقت أي أي يعني أنت كعندك قاعدة من أين أنت صغير قبل الله حتى تتبش في الجامعة أي أعتقد هذه أول سنة جامعة أعتقد هذه أول سنة جامعة أين درست بالكويت؟ درست بجامعة الكويت قسم الإعلام أي داشت الإعلام على هذا السبب؟ لا كنت أحب مجال الإعلامي يعني كنت أحب الأخراج التقديم كان هذا الشغف الذي عندي أو أي فدخلت الإعلام على هذا الأساس تمام فأنت الآن شايت جامعة الكويت وصار هل شاركت في جامعة الكويت؟ أم فهمت حتى شاركت مع الانتخابات وشاركت أنا رشيد قوائم يعني بالبدايات صراحة كنت متحمس يعني أول سنة واحدهم القوائم يشوفني واحد صوت حلو تعالي أي أول سنة في الحماس إنه يلا خلن نشتغل الانتخابات فأشتغلت وكنت الدور اللي أقدر أسوي أنا أسوي أغنية القائمة يعني فسويتها مكاني أنتونها يعني أي وسويتها عن حق القائمة اللي أنا كتفيها كتفي الأداب التآلف وأعتقد سويت حق بعض القوام الأخرى يعني بس بعدين صراحة شفت أن الموضوع يعني موضوع الانتخابات في الجامعة أنا ما شفت وايد جاد يعني ما حسيت أن الناس اللي صوتون القوائم في الانتخابات كانت مبنية فعلا على يعني مبادئ مبادئ وايدولوجية هي فرق إيه أنت من فريقك أنت ريال مدريد برشلونة تعصب ليس على المبادئ يعني فبتعد صراحة من أول سنة يعني خلاص يعني يعني من ثانية سنة ما كنت ما كتب جول الانتخابات فنيا ولا حتى شغل يعني شون كنت نزل عال وقتها كأغاني هالفترة أعتقد كنت أنزل عمال تنطلب مني ما كان عندي حتى القدرة المادية أن أنتج عمالي الخاصة فكنت أستغل أي جهة تطلب مني عمل أحاول قدر الإمكان أن ما أخلي خاص في هذه الجهة علشان أقدر أنزلها عندك عندي كأنه سنجل نعم فمثلا يعني مؤتمر يبون أغنية في ساحة المؤتمر ماذا هو المواضيع المؤتمر؟ مواضيعنا شديد 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 خلاص أسويها بطريقة لا تبين أنها وائد للمؤتمر للمؤتمر وهذا يفيد المؤتمر لأن العمل ينتشر أكثر صح إذا صارت وائد مخصصة خلاص ستضل فينا طاقة المؤتمر وإنتهي المؤتمر تنتهي الأغنية صح وبهل التعاونات هنا بداية تكبر القاعدة الجماهيرية من ضمنها كانت أغاني تخرج تنطلب مني تنزل أغاني تخرج مع أنها واضحة أنها تخرج لكن تفاجأت أن الناس تسمعها حتى خارج انطاق أغاني تخرج يعني الناس تسمع الأغنية صح لأن فيها فرحة أي فرحة مشاعر فرحة فيها معاني إصرار عزيمة صح تطلع للمستقبل تطلع للمستقبل وهنا صار الانتباه للمواضيع الإيجابية بشكل عام مواضيع التحفيزية أنا وقتها أو كدخلت موسيقى بس كان المحتوى ليه الآن أناشيد أناشيد بمعنى بمعنى أن المواضيع الدينية دينية بالدرجة الأولى قيمية بس هم تكون يعني هناك طريقة الكلمات أحيانا تكون موجهة دينيا أكثر تكون وعضية حتى لو تطرح قيمة أو موضوع اجتماعي دائما يكون فيه ربط ديني لما شفت الناس قاعد تتناقل أغاني التخرج الذي قاعد سويها وانا كونهم سويها لمدرسة معينة و الناس قاعد تشغلها بدول مختلفة قلت أوكي فيه واضح أن نقص عند الناس في أغاني تكون أغاني ملهمة أغاني تحفيزية أغاني حياتية ورغم أن هذا الشيء موجود في الأغاني الأجربية أنت تشوف في المينستريم آرتست الأغاني المغنيين اللي نسمعهم يعني تلاقي عادي بالبومة تكون كذا غنية تتكلم عن مواضيع اجتماعية أغنية في تعزيز الثقة بالذات صح هذا ليس دارج عندنا في المغني العاطفي 99% من أغانية ستكون عاطفية يحدث باليوم الوطني نزل أغنية وطنية يمكن يوم الأم ينزل أغنية على الأم لكن الأغاني اللي هو ينتجها أحق البومة بالدرجة الأولى عاطفية وفي المواضيع الدينية مخدومة بالأناشيد صح فشفت أن هناك فراغ في الساحة العربية لا أحد يتطرق له صح بس وقتاً أنت لا لديك ألبوم لا لديك شيء بس كلها سنجلز كلها سنجلز وماذا ترون الستوديو لك في البيت تلاحي شغال عليه إذا طلبوا منك أغنية أين تسجلها في البيت؟ كنت أرتاح أسجل في البيت كنت أسجل في البيت كنت أسجل أول شيء أسجل الدمو في الستوديو البيت ما هو أصدق باشته؟ ما هو ما هو الستوديو الأولي سأقول أنني وصلني نص لحنت أسجل التسجيل المبدئي مع موسيقى مبدئية عندي في البيت أضع مثلاً أتخيل البداية تكون مثلاً بيانو أضع بيانو ليس النسخة النهائية لو سنسمعها لكنها لكي أعطيها الموزع الموسيقي يفهم ما أنا تابعي ملحني وانت قاعد تلحن بعد كنت ألحن في وقتك كنت ألحن أنا أحياناً أتعامل مع ملحنين لكن بالدرجة كنت أنا ألحن كنت أرتاح أن أضع كل الأفكار التي أريدها بعدين أعطيها الموزع ويوزعها أريد أن أسجل التسجيلي في البيت في البيت؟ في البيت طبعاً بالبدايات لم أكن أحسن كواليتي استوديو الخيمة بعدين لما انتقلنا البيت اليديد لا، خلاص فعلنا غرفة باسترداب يعني معزولة بشكل جيد وميكروفون نفس الميكروفون اللي تشوفه فالكواليتي صار يعني ما يفرق عن أي استوديو بروفشنال بس أنت وقتها كنت طالب وما كان مصدر دخلك الأول يعني ما كان لك مصدر دخل سنقولي عيشك 100% وتقلت تبني عليه المستقبل بداخل الوقت من الموسيقى مع ذلك كان هناك دور واضح من الأسرة بدعم الموهبة اللي يشوفونها فيه صح 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 كنت أقول هذا البيت اليديد بعد الاحتراف لكن لا كان بالجامعة انتقلنا البيت اليديد وطلبت من الوالد أن أبي أبي غرفة تكون لي تكون يعني مدخلها سهل من بره إذا أحد يبيني يسجل أو أحد فإيه يعني احتلت نص السلداب صار عندي غرفة فيها ففعلا يعني دعم كبير كان من الأسرة يعني فكت لالحين سنجلز وأنت لال يوم حتى تسجل أغاني تخرج كل سنة صحيح صحيح هذا اللي حظت يعني بصراحة يعني هي ما كان شي مخطط له يعني أذكر أول أول عمل كان طلبه مني صديق متخرج من التكامل محمد لوزان الله يذكره بالخير وقلت لي يا الله خلاص نسوي لكم فكلمت واحد من الرابع كتب كلمات لحنت باستيديو الخيمة ووزعتها أذكر هذه أنا وزعتها حتى وسجلتها يعني كلها إنها وصارت أي سلام عضيتهم إياها السنة اللي بعدها مدرسة الرؤية اللي أنا كنت أدرس فيها واللي كانت تدرس فيها منيرة أي قالت لهم برؤية سويت لهم أي كان عمل كتبه ناصر لنجيبل ناصر لنجيبل كتبها كتب العمل ناصر لنجيبل ولحنته وهم وزعته عندي بالبيت وهذا العمل اللي اللي انتشار انتشار ما كنت تتخيله شون يعني أعتقد إلى اليوم إنهم وايد مدارس في الوطن العربي يتغلون هالغنية شو اسمها اسمها على طار الفرح على طار الفرح على طار الفرح على طار الفرح نحكي فكان ليش يعني أغنية عادية متواضعة من ناحية الإنتاج بس إنها كلماتها فرايحية لحنة حلو فرايحية وهذا والناس تسمحها قلت لك يعني الناس تسمحها صارت حتى خارج لطاق شو كلماتها؟ على طار الفرح نحكي حكاية فرحنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلها فحتى الناس اللي تسمعها لا تدع إن رؤيتنا المقصود فيها المدرسة يعملونها بالمدرسة عادي ما كان فيها مذكور الكويت ما أعتقد كان مذكور فيها الكويت ما أعتقد مذكور فيها اسم سنة معينة فأغنية مثالية لأي حفلة تخرج هل وزعتها إنهاوس؟ وزعتها إنهاوس أنا كنت موزعها فأنت حيب الجامعة من بعدها صارت مدارس إلى اليوم تطلب مني وبصراحة شي أحب أسوي أن أكون يعني مشارك الناس يعني مناسبة مهمة ومفرحة بالنسبة لهم نعم في الجامعة وما قمت تسجل أكثر حق التخرج ولا استوعبت أول مرة هنا والله في شي في فكرة التخرج وفي شي في فكرة أن أنا عبي هذا الفراغ أن أنا أبدي أغاني في فكرة الأغاني الإيجابية صحيح بالضبط هنا بدأت هنا بدأت كيف مع هذه النتيجة؟ أين رحت؟ يعني كانت خطوات صغيرة كنت أحاول يعني مثل ما قلت لك فترة الجامعة كنت بس الطلبات التي تتيني أسويها ما كنت أبادر أن أسوي عمل خاص فيني وبالدرجة أولى لأنه كان مكلف يعني إذا أنا مكلف يعني كانت على وقتها و أنت طالب يعني يعتمد من الذي تريد تشتغل معهم بس أعتقد بوقتها مكلف كان مثلا ألف دينار ألف و خمسين دينار لا أستطيع أن ندفع ألف و خمسين دينار لا تفحك شاعر ولحن هذا على الغنية غزتك؟ على الغنية فما بالك ألبوم تريد تسوي بالضبط لا لا فكرة الألبوم كانت يعني لازم يكون في شركة تجلي وهذا ما كان يعني مع أنه كانت في عروض في فترة ثانوية والجامعة يعتني عروض شركات إنتاج و كنت دائما عندي حذر من سالفة الـ 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 معظم الشركات الإنتاج و هذا شيء أفهمه الآن لا تفهم بوقتها يقول لك إذا نوقع معاك يجب أن يكون على الأقل خمس سنوات أو في عرضياني كان عشر سنوات و يقول لك أنا سأستثمر فيك كنت ليس معروف سأصرف لك ثلاث ألبومات خلال هذه الفترة و ممكن فيديو كليب راح أسوق فأنا حتى يعني أقدر أجني منك لازم تكون معاك يمكن الألبوم الأول ما يسوي زين ما يسوي زين يمكن يا دوب يغطي تكاليفة أو حتى ما يغطي تكاليفة بس سويت لك اسم شوي الألبوم الثاني نحن بالألبوم الثالث الرابع نربح منك و أنا في هالوقت ليس متأكد إذا أصلا أحترف الفن حتى أنا وقع عقد ممتد إلى حتى بعد تخرجي شركاتك معروفة كانت لك أكلمت كان أول عرض كان من غلف ميديا و يعني عرض بألفين و سبعة من أويكننج اللي كنت ملتقيهم بحفلة سام يوسف في 2004 بالكويت بالكويت لأن هم سام يوسف بدأ مع شركة أويكننج شركة البريطانية فالتقيت فيهم معرفة بسيطة عرفوا أن أنا أغني مبتدئ بس يبدو تابعوا فترة الجامعة كان في أعمال يدي دقاء تنزل و هم كانوا يوقعون مع مجموعة فنانين من بقع مختلفة أو مدن مختلفة فعندهم سامي يخدم شريحة الغرب يغني بالإنجليزي وقعوا مع أحد تركي وقعوا مع حمزة نمرة مصري و يابون أحد في الخليج فكلموني وأذكر كنت حدي مستانس أول ما كلموني كنت أرجف من الاشتطاط بعدين دزوا العقد كنت قاصر لم أكن أوقع عقد لازم أن أبوي أوقع بالنياب عني فطبعت العقد و ورعت الوالد بالنسبة لي سأوقع فقال لي أنت مستوعب ماذا الالتزام يعني خمس ألبومات ومدة طويلة و طبعاً أنا أتفهم لا أقول أن هذا الآن ستاندرد في الاندستري صح لكن بالنسبة لعمري وقتها كان الالتزام لا أدري إذا أقدر أوفي أي يعني و شوني أنا يد كشركة آسفة أنا يد كشركة لكي يفهم مع المستمع و شون ممكن أن تستفيد من أنا واضح أنهم يستفيدون سيستثمرون فيك سيستثمرون فيك سيستثمرون فيك و يعطونك ينتجون لك ألبوم أو ألبومات و فيديو كلابات و يودونك تور مثلاً لا أهم ما يضمنون لك أن يدونك تور يعني شركة إنتاج ينتج ألبوماتك و تدير أعمالك في الكيس المثلاً مع و حتى معظم الشركات الموجودة في المنطقة يعني بعدين أنت تيك طلبات حفلات فأي حفلة تيك تتغني فيها أهم يأخذون نسبة و تتأخذ نسبة فأنت تستفيد صح و غالباً هالحفلات ستزيد أو ممكن تتقاضى أجر أكبر لما يكون عندك ألبوم ناجح صح بالإضافة لهذا وهو الإرادات التي تتي من مبيعات الألبوم نفسه أوكي لك نسبة منها لك نسبة منها طبعاً كفنان لك نسبة منها أوكي في بعض الشركات طبعاً هذه سلعة حسب العقد في بعض الشركات تقول لك أنا أغطي تكاليفي أول وبعدين نتفاهم نتفاهم و من نتفاهم يكون مواضح لا نتفاهم لا نتفاهم بعد سمع حبيب لا أخاني التعذير انسي لا تكنسى من غالب لا لا أقول لك فعقوب فما في شيء فكرة أن يمشي لك راتب أنا هذا اللي بوصل له لا 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 يعني ما في عرض أن أنا أمشي لك راتب لا لا هناك بعض العقود التي يقول لكم نحن نعطيك أدفانس نعطيك مقدم أنت تنتج ألبومك يعني مثلاً يتفقون والله سنعطيك هذا ليس دارج في الوطن العربي ما سمعت عنه بس يعني الليبلز اللي بره الشركات انتاج اللي بره غالباً هذه الطريقة اللي سوونها يوقعون مع فنان ويتفقون معه على أدفانس مبلغ وهو ينتج في الألبوم يعطينا مثلاً 100 ألف دولار أو 200 ألف أو 500 ألف دولار حسب طبعاً حجم الفنان والناس يشتغل معاهم لكن نفس الشي إرادات الألبوم كلها ستذهب إلى الشركة إلى أن يغطون هذا المبلغ الأدفانس المقدم بعدين تتقسم نسبح المتفق عليها فأنت لك عقد خمسة ألبومات عشر سنين هذا في 2007 من Awakening نعم وقال لك أنت مستوعب العقد هذا نعم وما رفضنا لكن صار في مثل مفاوضات لكن بعدين أبردت يعني كانت من الطرفين خلاص أنه واضح أنه مول ما كان الوقت المناسب يعني فصرت أشتغل بروحي إلى أن تخرجت من الجامعة نروح إلى فترة ما بعد الجامعة ننطلق يلا أي بعد الجامعة هنا قلت سألت نفسي هل أريد أن أتفرغ المجال الفني أم أتوظف ويكون شيء على الجانب وكنت أشوف يعني من الزملاء اللي كانوا في المجال الفني وتوظفه في الغالب يقل يعني عطاءهم وإنتاجهم وأتخيل أنه طبيعي أول شيء يشغلك كوقت يعني أنت نص اليوم في الوظيفة ترجع تعبان مالك خلق والشغلة الثانية أحس أن أنت لما تكيط نفسك يعني بدون وظيفة ستستعمل أقوى دافع عندك اللي هو دافع الخوف صح في أنك توجد حق نفسك فرص تقول خلاص أنا يعني لازم أنجح أنا فيها فيها يعني ممكن يعني لو بعد سنة حسيت أن الأمور ليس ماشية أقدر أتوظف ويكون شيء على الجانب فهني صرت صرت يعني أبادر أن يكون لأعمال يعني هنا صارت خواطر أو خواطر خواطر كانت آخر سنة جامعة 2009 خواطر 2009 أي أول سنة قبل الأخيرة في الجامعة خواطر خمسة خواطر خمسة موسم الخامس أذكر أني تتكيت في الشقيري في مؤتمر في الكويت كان هو عند محاضرة في مؤتمر وكنت أنا مشارك في ذات المؤتمر كمغني حلو معروف وقتها هو وايد كان معروف كان معروف كان معروف برنامج ناجح في MBC كل سنة يعني كان سيزن الرابع بس كان يعني أحد أشهر البرامج أوكي والشخص اللي كان ماسك التنسيق مع الشقيري أعرفه محمد رفاعي فقال لي شرايك اطلع معاني يعني ماذا طلعت غدا أو أي كان يعني فأطلع تعرفت على الشقيري وهذا وقلت له يا أخي أنا أحب البرنامج وود أن تكون لي مشاركة فيه قال لي شون قلت له خاني سوي غنية خاصة في البرنامج وقتها ما كان يسوي غاني خاصة في البرنامج كان يستخدم أعمال نازلة قد يأخذ أذن من المغني يحس أنه لايقى على البرنامج تنحط مع التتر يعني يا سلام فقلت له خاني سوي غنية خاصة في برنامج خواطر تكون فيها كلمة خواطر تكون فيها أبرز المواضيع التي تتكلم عنها في السيزن الياي فقال لي خلاص يلا خوش فكرة شون هو عندما قلت معه رهيب رهيب يعني من الناس التي عندما تشوفها بالشاشة تحبها أكثر عندما تقابلها شخصيا وهذا نادر أن يحدث صراحة فرحب الفكرة وكتب لي قال لي خلاص نحن للسيزن القادم صورنا باليابان أو قاعد صورها باليابان والفكرة أن شون يعني في قيم عندهم نحن أولى فيها عرفته كان سيزن هت هو كان من أقوى السيزن يعني حق خواطر ومن حسن حظينا كان يعني أي ممتاز وهي كان خير عليهم أي وهي كان خير عليهم وفعلا هذه كانت من أوائل الانطلاقات اللي خارج نطاقي يعني كان كانت برنامج هت بالم بي سي قاعدت توصل حق شريحة ما كان ممكن أن أنا أوصلها وكان هناك فيدباك بأن تكون في مقدمة طبعا 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 شون توصل لك فيدباك بالفيسبوك المتديات الناس اللي التقي فيهم بس الناس اللي هم ما تعرف شكلك صح؟ يعني أكثر ما تعرف صوتك أكثر من شكلك صح صح نعم نعم يعني ما كان تمشي بالشارع أحد يعرفك أمية بالمية أمية بالمية يعني أعتقد أول مرة الناس صارت تعرف شكلي وأول نزول لي يعني يعني ما كان عندك لبات كانوا بإعلان لشركة زين زين هذة متى عقب وخواطر؟ عقب وخواطر هذه كانت أول سنة تفرغ يعني أو ثاني 2012 2012 كنت الأغنية أعطاني إياها أهداني إياها صلاح الزجالي المغني الإعماني كنت وني متعرف عليه وشايفة بالكويت عرفت عليه أهوة وحميد البلوشي شاعر دائماً أشتغلوهم مع بعض وقالوا يا أخي عندنا أغنية حس تلوق لك سؤالها في نوايد وهم شايفين أعمالي وإنسانية واجتماعية حتى دندل إياها صلاح بالمطعم كنت قاعد نتغدى قلت أف عجيبة فكرة فكرة لو ضحكنا بواجه بكرة فخذيتها منها عساس أن تصير أغنية نزلها سنجل وسويتها دمه وعاديت شذي يعطيك أغنية؟ أي أحد في المجال أن أهديك أغنية لهذا دارج؟ دارج من الناس الخلوقين والناس الراقية نفس صلاح صراحة لأن أغنية جميلة ممكن أنه يغنيها لكن بصراحة من طيبة ومن كرمة وربما أحس أنها أقرب للوني الفني ممكن أنه كان حاس أنها لم تكن مناسبة وأنا صدت الفرصة على طول لم أقلت لا لا خلها عندك لا لا يب بيب أخذ فكرة بالعكس خذيتها و سويت الدمه سويت الدمه الغريب أن رحت حكزين ليس لأغنية فكرة كان عندي غنية عن الأم التي نزلت بألبوم مصير أحسن كانت غنية لغات العالم صح و قلت أنا كنت أشوف أي طريقة أنه ممكن أن تجغاني بأقل التكاليف فكنت أشوف الجهات اللي ممكن تكون مهتمة في الإنتاج الشي اللي أنا أسوي وكنت أشوف أن زين خطهم في الإعلانات قريب من اللي أنا أسوي كان قطورة أغنية بالفصحة قضية قيمية بيئية سووا بعض الأغاني الثانية كلها تكون بالفصحة و تكون قيمية و هذا بالنسبة لي بالضبط الذي أنا أقوم بعمل فإنه يصبح هناك تعاون بيني وبين زين فأنت رحت لهم فأنا رحت لهم كلمت واحد من ربع يعرف مي الصالح صح مي الصالح كانت هناك في زين تشتغل يعني أعتقد و سمعتها أغنية الأم و قلت لها شرايج حق عيد الأم كان يعني كان عيد لهم باقي لها شهرين قالت عجيبة و هذا بس إحنا قريب يسوينا شيء حق عيد لهم و قلت لها زين عندي دموهات ثانية أنا خلا سمعتش فقعدت أسمعها الدموهات التي عندي بس أنها خلا تعرف يعني و ممكن أن يصير في تعاونة بمستقبلي من ضمن الدموهات كانت فكرة قالت عجيبة أبيها حق رمضان سلام عاني بالنسبة لي وايد أحسن رمضان يعني أن عادة إعلانات زين برمضان كانت شارها أكبر من إعلانات أي موسم ثاني يعني و فعلا اشتغلناها حق رمضان وهذه كانت يعني يمكن ثاني ستب بعد خواطر التي تكون أوصل لشريحة أكبر صوت وصورة صوت وصورة صوت وصورة تذكر أول واحد سلام عليك بالشارع ما أذكر بس ما أعتقد كانت بعد فكرة يعني أعتقد كان في ناس سلمون علي يعرفون يعني يعني يعرفون صورتي يعني ولو أني أنا ما نزلت أعمال مصورة لكن صورتي موجودة مثلا بألبوم ولا اللي يشوفني بالإنترنت في ناس سابعوني بالفيسبوك صح تذكر أول واحد سلام عليكم بشارع بصراحة لا 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 أتذكر مع أنه مفروض موقف تذكره تذكره في إعلان زين في إعلان زين يعني كان من الأعمال اللي انتشرت بشكل على نطاق عربي ذنى أمر ثانية بالم بي سي برمضان و هابي اون روتيش وشون هذا العكس على على الجيرني مالك ولا يعني أكيد بنهاية أي عمل تنزلها يعني ينتشر هذا يؤثر في الطلبات التي تتك وأنا قلت لك بها الوقت كنت معتمد على الجهات التي تتيني أحاول أسوي لهم عمل يلوق كسنجل حتى بهالفترة نزلت ألبوم عبارة عن تجميع للسنجل ألبوم بفكرة هذا كان قبل الألبوم الأول لا أعتبره هو الألبوم الأول لأنه لم تكن أعمال يديدة بسويها ألبوم بفكرة كان عبارة عن أرى ما أبرز الأعمال التي نزلتها لجهات على ظل الفرح كانت منهم أو لا بس أنه يعني شفت فكرة كانت منهم شنو كانت يحلو الوصال مجموعة أعمال نزلتها بالتعاون مع جهات نزلتها في ألبوم وسويتها ألبوم كنت أبي أبي أن يكون عندي ألبوم مقادر أنتج حق نفسي فأخذت إذن من كل الجهات بالنسبة لهم عاد طلبناها مناسبة معي أنا انتهت المناسبة فما عندهم مشكلة توصلني حق نقدة أنك تسوق نفسك هنا في بداياتك أنا أبي أن أطلع اسم كل التعاونات الألبوم هذا أين وديته؟ أقصد أننا سويته يمعته وماذا سوقتك الألبوم؟ حسنًا لدي ألبوم تعاقت مع شركة توزيع؟ توزيع وقته كان سيديات لا زالت سيديات تسوي وأنا بالمناسبة أشعر أني محظوظ أني لحكت على الكسيت يا رجائي كسيت صح لحكت على الكسيت والسيدي والقرصنة مرحلة القرصنة والفري داونلودز ومرحلة الستريمينج اليوم لا يوجد قرصنة يوجد قرصنة ولكن على الأقل لديك بدائل مجانية مجانية على المستهلك ولكن تدخل الفنان ولكن ليس نفسك يوتيوب وغيرها يوتيوب يعتبر منصة مجانية كل معظم التطبيقات يعني أنغامي سبوتيفاي فيها نسخة مجانية فهذا الذي عاد أمس مخلص مسلسل اسمه The Playlist عن قصة سبوتيفاي عجيب شفتها؟ نعم هناك قصة قانونية ويوصلون نتيجة مرضية لكل أطراف وأعتقد أنها ليست مرضية للفنانين طريقة السريمينج على نتفلكس موجود صح؟ على نتفلكس موجود هو سويدي ولكن تستطيع أن ترى مدبلة الإنجليزية عرف واحد من ربع كويتي يعمل في السويدي يعمل في سويدي عجيب الآن زين يمعت الألبوم هذا سميناه فكرة سميناه فكرة 2013 سأتشيكاغو 2013 2012 كان على لانزين سأتحفل بشيكاغو والألبوم الذي نزل عقب وهو صنع الفارق ماذا حصلت لك في شيكاغو؟ أعتقد أن أغانيه معظمها وقتها وإلى الآن كثير من أغانيه باللغة العربية الفصحة هذا يساعد أن الأعمال التي تنتشر أين كان في عرب أول شيء خارج نطاق الخليج كانت تسمع في مصر كانت تسمع في المغرب العربي حتى وقتها في الفيسبوك يبين لك الدول ولو أنا ما كان في متابعين عدد كبير يمكن وقتها خمسين أمان فكرة صراحة وقتها بس بس تشوف التقسيمة منوعة وبالتالي لما يصير في جالية عربية محافظة أينما كانوا في أمريكا أو أوروبا لما يبون انترتينمنت يبون يبون فقرة ترفيهية في فعالية عندهم يبون أحد يغني أغاني مناسبة للجمهور للمحافظة وإذا كان بالفصحة شيء مفهوم فهذا يعني خير على خير فأعتقد هذه كانت من أوائل الدعوات التي تصير إذا ما كانت أول دعوة أعتقد أول مشاركة لي كانت وكانت على نطاق بسيط يعني كان عشاء غالة دينر حتى ما عجبتني التجربة تجربة أن أغني وناس يأكلون تبير تركيز معك أي أي فأعتقد كانت آخر مرة أو سويت بعدها قال دينر واحد بس عقبها ما سويت يعني أحب أن الناس تفاعل معي أي أكيد أي حقا قصصة ستيك وصوت الصحن مع أنه ما فيها شيء غلط يعني ولازال دارج في فنانين تساونها وفي بعض الأبنتات هذا جوهة بس أنت ما تحب شدي يعني شخصيا أحب أن أكون أحب أن أكون مصدر الاحتمام لا 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 الآن بدين صار في خواطر خمستعش ألبوم أصير أحسن كان 2015 أو 2014؟ أول 2015 يعني وقعت مع أويكننج 2014 نهايتها ونزل هذا الأصدار مع أويكننج أول 2015 شهر واحد فخواطر كانت في نفس السنة خواطر 2015 بعد الألبوم أنت الحين خلاص نازك بدأت تعرفك تعرف شكلك يوك أويكننج مرة ثانية يوك في 2007 وما وقعت معهم بعد أن يوك في 2014 ما الذي اختلف في 2014 ما الذي وقعت معهم؟ أول شيء كنا من بعد العرض ذاك كنا على علاقة جيدة يعني أعرف أخبار بعض مرات أكون في بريطانيا عندهم حفلة مع فنان أروح حتى في واحدة من التورز كنت معهم ما كنت مغني بس جديد أريد أن أرى تجربة التورز يعني رحت معهم حفلتين ثلاثة ففي علاقة جيدة وأستشيرهم في 2014 لما خلص الألبوم أو أنا قاعد أشتغل على الألبوم كنت أستشيرهم موضوع التوزيع ما التوزيع فرد وقالوا زين ليش ما نوزع لك وخلاص يعني نشتغل مع بعض فتشد قاعد أشتغل على الألبوم من غيرهم كنت قاعد أشتغل على الألبوم من غيرهم فكان إنتاج ذاتي كنت قاعد أشتغل فيه أنا وصايف فاظل صايف فاظل فنان إماراتي وشاعر وملحن إماراتي أعتبر أنه شريكي في الألبوم لكما لك لا تستشغل على الألبوم روحي وكنت أقيب كتاب لا كنت قاعد أشتغل على الألبوم وكان مشرف فني فم تسجلونها ببيتكم التسجير الصوت في بيتي والدموز القايدات أو النسخة المبدئية تكون في البيت بس كنا قاعد نشتغل مع موزعين مختلفين وبهذا الألبوم كنت أنا اللي قاعدة أنتج وحسيت أنه خلاص صار الفترة اللي لازم أستثمر في نفسي وأعتقد يعني وأعتقد كان أعتقد صحيح أن الألبوم يفرق معاك علاميا يعني هو نفس نفس كاتب المقال لما ينزل كتاب يعني أنت كاتب مقال أوكي كاتب مقال وهذا بس لما تنزل كتاب يعطي يعطي مكانة مختلفة يعني في المجال يعني في نفس الشيء الألبوم الناس تشوف كتاب فنان جاد لما تنزل الألبوم بعد ما تنزل الألبوم عادي خلاص أنت تكمل سنجلس بس أنت يعني سويت حق نفسك اسم على الأقل فكنت يعني مهتم بهذه الخطوة فأكلموا كتابة لك لماذا لم تتوزيح أي فأنا كلمتهم كتابة السشيرهم إن شرائكم شون تصير طريقة التوزيع وهذا فأقولوا لماذا لا نشتغل مع بعض ورحبت الفكرة وهني لما أنت تكون أسس نفسك وأنت انتجت الألبوم بذاتك صار في مرونة أكثر في موضوع العقد والمدة لأن الرزق من طرف الشركة المنتجة يكون أقل أنت مو فنان يديد أنت فنان عندك اسمك وعندك قاعدة جماهرية صح فأنت وقعت معهم ديستربيوشن أو توزيع بس؟ توزيع وإدارة أعمال توزيع وإدارة أعمال كم ألبوم بس هذا؟ كان ألبوم ونجدد حسب سنجرب بعض وماذا نقصد إدارة أعمالك؟ ماذا تفعل؟ أي أحد يريد أي خدمات فنية مني سواء كانت أغنية مشاركة بحفل أي يصير من خلالهم وإذا تكلمت أي أحد يكلمني أنا متعاقد مع شركة كلم هذا الإيميل أو هذا الرقم تواصل معهم بصراحة يعني يريح هذا الشيء وما كانت شيء يديد بالنسبة لي يعني أنا سويتها ليس مع الشركات أن يكون عندي في فترة سيف فاضل وكان يدير أعمالي أريح ليش؟ أريح أنه لا يوجد إحراج لا يوجد إحراج يعني خصوصا في البدايات أنت معظم الطلبات يتعطيك من ناس أقراب منك يعني إذا الطلبات يتعطيك من الكويت هذا من طرف صاحبك هذا من طرف خالتك فكنت أستحي أصلا أطلب رقم يعني أي أي وكان أول مدير أعمال ناصر نجيب البعد والله كان صديق وهو الاختراح عليه بصراحة ريحني وكان هو في الإذاعة يعني وقتها صح فقال ليش رايك قلت لي يلا والله تريحني من هدك يعني فهو اللي نقلني إلى الاحترافية وكتب كلمات وكتب على طائر الفرح صح فالحين نكلموك وأوكي قلت أنا ما عندي مشكلة والألبوم كان في اسم الألبوم أصير حسن يعني وقتها ما أدري بصراحة شنو كان تفاصيل الخالصة كان معظم الألبوم خالص في بعض الأغاني مو منتهية أعتقد اخترنا على أية أساس تختار اسم الألبوم على أية أساس تسوي الألبوم يعني أنت لم يتي تفكر في الألبوم شنو تفكر فيه أنا هنا بهالوقت كنت خلاص تقريبا يعني كونت الهوية الفنية اللي هي أنا أغني أغاني بشكل عام إيجابية قيمية في خط الفصحة موجود ولو أنه ليس شرط يعني ليس جزء من أنه لازم أغاني بالفصحة لكن كثير من أغانيين بالفصحة فقلنا يلا نبي نسوي مجموعة أغاني تحت هذا البراد هذا الهوية شيء ما الناس يعني ما سمعوا في السوق يكون شيء وائد فنيا احترافي فنيا أبي لما ينحط بالإذاعة قبل أو أي غنية نسمعها بالإذاعة فنيا ما ينزل عنها لأن كان عندي هذا الهم من تخرجت من الجامعة أبي أسوي الأغنية الإيجابية أو القيمية تكون مينستريم المينستريم هي الأغاني السائدة الأغاني اللي اسمعنا في الإذاعات تنافس يعني تريد تنافس أي ما بي الناس تنظر لها أنه والله لأنه كان فيه لما تقول أغنية قيمية بالفصحة الناس راح تقول إما أنت أناشيد أو أغاني أطفال أغاني حق مدالس لا 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 أنا بالنسبة لي لأبي الواحد يعني عمره 25-30 يسمع أغنية قيمية وينطرب لها ويستمتع فيها وما يحس أنه أن يسمع تحدي كبير هذا كان تحدي كبير هذا كان تحدي كبير وكنت يعني بالوقت الذي قبل الألبوم أرسل أغاني للإذاعات فكانوا يضعونها مثلا برمضان حطها قبل الأذان وكنت لا أنا بيها تصير من ضمن الروتيشن الطبيعي يعني حتى أذكر يعني واحدة من الإذاعات كنت أعرف كان موديع وليماسك البرامج قال يا حمود يعني حلوة ما عندي ولا نقد عليها بس ما أدري ما يلوقع أحطها بعد ليدي غاقة وقبل نانسي فعلي بالنسبة لي ليش لا؟ ليش لا؟ فكان عندي هذا التحدي والذي أكد بيثبتها بالألبوم الأول لأن شون أسوي أغنية قيمية ما تشعر يعني أنها بريتشي أو وعضية ناس ما تحب ناس ما تحب تسمع أغنية تنطرب وبالدرجة الأولى تطرب لأن هذا الهدف من الأغاني يعني أنا لا أستطيع أسوي أغنية لكي أعلمك شيء يعني أنا الهدف من أي عمل فني أنه هو وصل لك القيمة الجمالية والشعور المشاعر سواء كانت مشاعر فرح مشاعر طرب مشاعر حزن أي أن كان أنت المستمع لما يسمع أغنية هو يبحث عن شعور فعنا هذا الهدف الأول وكان بالنسبة لي هدف ثانوي أن تكون فيها قيمة فيها معنى أنا بالدرجة الأولى أبيها تكون غنية يعني اللي لما يسمعها المستمع يشعر بشعور يعني نفسي أفضل هذا الهدف اللي بوصل له عاد كل الغنية لها موضوع مختلف كلها الغنية تناول زاوية مختلفة لكن هذا هو الهدف العام هدف العام أي فاشتغلنا على الألبوم من الناحية كان أصير أحسن من ضمن الأغاني الألبوم فإحنا لما نسمي الألبوم غالباً تشوف يعني أما الأغنية اللي أنت تحس أنها تضرب أكثر شيء أو الأغنية اللي عنوانها يلوق عنوان ألبوم وكنت أعتقد أصير أحسن فيها هل المعيارين كنت أشوفها من الأغاني اللي ممكن هي أكثر نتشاراً كنت أراهن عليها وأصير أحسن كعنوان حسيته حلو وهدف مشترك حق كل الناس يعني لا أحد يقول لك أنا لا عندي هدف أن أصير أحسن كل الناس عندهم هذا الهاجس في وظيفتي يصير أحسن في علاقاتي الاجتماعية يصير أحسن في البادل يجب أن يصير أحسن في البادل يجب أن يصير أحسن كلنا يجب أن يصير أحسن كلنا يصير أحسن فحسيته يعني موتو أو شعار يمكن أن يصير أحسن فسمينا الألبوم على الأساس ونزلنا في شهر واحد 2015 شهر واحد 2015 حتى يعني أنا قاعد أراجع الإنستغرام أول بوست حطيتها كانت أصير أحسن ما كانت كن أنت صح اللي هو التيزر أو التشويقه التشويق كانت أصير أحسن صح كانت توجه كله على أصير أحسن صح كنت أرى أن أصير أحسن يا أضحك هي اللي بتصير الهت صح ونزل الألبوم بالكامل على يوتيوب بنفس اليوم وكان واضح من ثالث يوم يعني كان عندي حفلة بهلاف أبراير بعد نزول الألبوم بثلاثة أيام زين أين تنزله؟ وقتها شنو كان؟ نزل كسيدي نزل باليوتيوب ونزل في آيتونز ما كان في وقتها شائع اللي هو منصات الاستماع كان آيتونز اللي تشتري الألبوم وتشتري الألبوم وإن كان وقتها ما كان سهل لنا لازم يكون عندك حساب أمريكي آيتونزيك مو موجود في مو بالكويت مو بالكويت ومعظم دول العربية بعدين نزل بالدول العربية وتأخر بالكويت تجهزت هذا كله ونزلت كل مكان نفس اليوم في كل المنصات وهذا يكون الدول الذي تساعدك في شركة الإنتاج أويكنق والتوزيع وهم مسكوا هذا كله نعم ينزل في اليوتيوب ومنصات الاستماع يسوقون الألبوم بطريقتهم نعم وأسوقها أنا بعد اللي أقدر عليه بالسوشال ميديا يعني أي أذكر بحفلتها لفبراير الجمهور كان يغني لأن أحتاجه الماله ثلاث أيام بعد نزولها يعني كنت أغني أغاني الألبوم اليديد وأغني أغاني القديمة الأغاني القديمة الناس يتغنيها طبيعي عارفينها أغاني الألبوم اليديد ليس مفترض أن الناس ستعرفها لكن كنت تحريص أغنيها طبيعي أجل تسوقها أجل تسوق لا أحتاج كان يقولون أوه 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 فاستغربت وكان حتى باليوتيوب من أول ثلاث أيام يعني هي شاقة يعني شاقة دربها مقارنة صح باقي أغاني الألبوم فبان يعني من أول أسبوع أنها مشلعة مشلعة مقارنة بالألبوم لكن ليس أنها مشلعة بالدرجة التي وصلت لها أي فأنت الحين نزل الألبوم بلشت 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 انتشر بعدين شوي شوي دشت أماكن أو شيء سيطرت على السوق العربي صحيح وصار ألبومك الأول أنا حتى في صورة أنت مننزلها في الإستجرام فيها ألبوم راشد الماجد محمد عبدو أي اسمها بلقيس أي عبد المجيد صح وأنت الأول هذه كانت شعور فوق الخيال بالضبط يعني أي من ما أنت كان يحطون غنيك قبل الصلاة وبرمضان بالضبط إلى أنت الحين تفوق على أي يعني بعد نزول أعتقد هو سبوعيا يحدثون اللائحة التي هي الأكثر استماعا أو مبيعا بالآيتونز فكانت في معظم دول الخليج كان الألبوم رقم واحد في الثاني أسبوع من نزل وحتى في قائمة البيلبوردز ينزلون قوائم صح ففي على فئة الـ World Music وهو في الجونرز التي هي باوب روك وهذا نحن نعتبر من الـ World نزيل الأغاني العالم يعني فكانت المركز العاشر عالميا فأكيد كان كان شعور خيالي يعني أنه سويتها بسهم أنه أول أسبوع فأنت لازم تثبت نفسك على المدى الطويل يعني ممكن أنت أول أسبوع في ضخم وهم صعب ما أقول أنه سهل يعني وأيضا لما تقعد تنزل يوميا عربية بس صار فيه إيش يعني يعني زادت الثقة بالنفس أنه أنا أشعر أني فعلا سويت شيء فنيا منافس ليس منافس على مستوى الأغاني القيمية أو الأناشيد لا خلاص أنا منافس على مستوى الساحة الفنية العربية ممتاز 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 ما بدأت تكتشف أنه لا يصبح عندك متابعات ومشاهدات من برى الكويت صحيح لم تكتشفت أنك يتلع اسمك حتى برى الكويت و الناس كانت تلك من برى الكويت كان موجودة كانت موجودة يعني أعتقد كانت تنتشر في الوطن العربي في شرق آسيا والصدمة كانت شرق آسيا أي يعني هذا وتحديدا على أغنية كون أنت كان في فترة يت كنت أشوف التعليقات عندي بالإنستغرام من منزل بوست هناك الكثير من التعليقات باللغة لا أفهمها يعني اللترز إنجليزي أي فسويت كوبي و جوجل ترازليت اللي هو عرفت أبي عارف شو اللغة يعني فأشوف أن معظمها يا ماليزي يا إنجونيسي ما الموضوع؟ لين أحد دزلي أدخل على هاشتاج كون أنت بالإنستغرام هاشتاج كون أنت بالإنجليزي وشوف شاير انصدمت يعني كان وقتها طبعا انصدمت أنه وائد ناس قاعد ينزلون مقطع من الغنية طيب وقاعد يغنون معها لبسينك مو قاعد يغنون صج بس يسوون معها حركات وقاعد يقلدون حركات أنا كنت منزل نفس الفيديو نفس المقطع بالسيارة كنت قاعد يسوق وهذا شيء مو زين يعني بس أنك تسجل وتسوق بس أن كنت قاعدة بشغل الغنية وقاعد يقول لنا نحتاج المالة كي نزداد جمالة جوهرون هنا في القابل تلالة هذه صارت ترند عندهم كان عندهم برنامج أو في وقتها برنامج منتشر نفس التك توك اسمه داب سماش في وقتها ويبدو أن المقطع هذا الصوتي صار ترندي نمبر ون عندهم في داب سماش فوائد ناس يدخلون ويشاركون بالترند ونزلونه بالإستغرام ودخل على الترند مشاهير ممثلين مذيعين صارت هنا فنحن نراقب ومبهورين وقاعد تكبر 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 كنت رقم واحد في آيتونز ماليزيا وإندونيسيا صارت بالإذاعات رقم واحد فتواصلوا معنا شركات يعني أحد الشركات دستربيوشن اللي متعاقدة مع سوني سوني ميوزك ماليزيا أن نبي الألبوم يعني أوكي موجود بالآيتونز بس لازم يكون في حضور فزيكا لحق الفنان وحق العمل قلنا يلا شو نسوي؟ قالوا أوكي يعني أول شيء لازم نغير عنوان الألبوم ليش؟ ما أحد يعرف يعني اللي كن أنت يعني فنفس التصميم نفس شيء سمو كن أنت الألبوم هناك يستهلون وقالوا نبي نسوي جولة إعلامية كان شيء يديد بالنسبة لي يعني ما سويته أعرف فكرة جولة فنية تروح تغني قالوا لا جولة إعلامية تعال عندنا أسبوع ماليزيا تكون برنامج إعلامي بالكامل مقابلات إذاعية تلفزيونية مؤتمرات صحفية هذا الكلتشر موجود عندهم وليس عندنا وهذا ساعد لما تنزل العمل يكون فيه جهة تكون رتبة لك جولة إعلامية هنا أنت يعني بعلاقاتك الشخصية أول يطلبك بأمريكا جديد يروحون على النايت شو يروحون على المورنين شو وتلاقي نفس المقابلة أو نفس يعني الكونتينق على يصير لأن كل برنامج عنده جمهورة مختلف فسوينا تقريبا نفس الشيء في ماليزيا وصلنا وإلا مع طابعي اللي جدول يعني أنا صدمت باليوم الواحد يمكن فيه مثلا خمس ستة مقابلات فباتشر أنت عندك خمس فعليات أي باتشر أنت الساعة سبع عندك مورنين شو برنامج صباحي باعي بعدين تخلص منه تروح ساعة ثمان ونصف عندك مقابلة ثانية لأنها شركة شركة إعلامية مثلا ال MBC اللي يصير فيها وايد برامج فأنت واصل واصل بتسجل هنا لايف بعدين فيه برنامج ثاني تسجيل بعدين تلفزيون عندك لايف برنامج الظهر بعدين بالليل نايت شو باتشر نفس الشيء وهكذا بعدين عندك جولة على مدارس خاصة معروفة يعني تغطي كل فئات المجتمع خلال خمسة أيام أنت بكل مكان يعني ماليزيا عارفينك وعارفين الغنية قاعدوك الصبح تغني ايه والله ايه شوفها في يوتيوب قمصوا حالة ومتفخ بس ما كنتم سوي فيديو كليب ما كنتم سوي صح ايه ما كنتم سوي فيديو كليب بس ايه انصدمنا ان يعني انصدمت ان من طيارة نحن ركبنا الطيارة كانت القطية فكويت دوحة دوحة ماليزيا ركبنا دوحة ماليزيا اذكر لي معاي كانت بالسفرة محمد رشيدي قاعدنا قال لي حمود ترى قاعد يطالعونك اللي بالطيارة قلت ليش تعوى اهدى اهدى يعني اوكي معروفة بماليزيا بس يعني اللغنية معروفة بماليزيا بس مو لهذه الدرجة قال لي كيفك بس انا قاعد شوف الناس قاعد يشوفونك ماليزيا شوية ولا يجد دام ليل تفتون وبنت مع ابوها كن انت ايه ويصورون سيلفي بعدين اللي ورانا كانوا كنت تاكي سيلفي يلا يوم وصلنا صار في زحمة بالممر ممر الطيارة من التصوير اللي لازم كنا نقول لهم انه خلنا يعني خلنا ناس تعبر يعني فهذه كانت بداية الرحلة كنت يعني مذهول يعني جمهور جمهور صدي الايود استقبال في المطار بالافتات يعني شيء مو موجود عندنا حتى لو تكونت مشهور بالوطن العربي او بالكويت تحديدا ما عندنا هاي الثقافة يعني اللي هو التعبير بشكل كبير عن الاعجاب بالفنان واعتقد هذا شيء مريح للفنانين يعني ما قاعده دوره بس كانت تجربة مثيرة لاهتمام هناك ان ايه يعني وين ما تروح مثلا نسكره عندنا مقابلة إذاعية اللي في المبنى الإذاعي في وزارة الإعلام مثلا مالتهم تيمعون برا الاستوديو فتطلع يصير في زحمة وتصوير ندخل الستاربوكس البريستا يغني لا نحتاج الماله كان يعني كان سبوع دريم يعني حلم غريب يعني حتى الرشيدي سخدوا مننا مقابلة حتى الرشيدي مليت تعبت قاعد عايد نفس الكونتت بالمقابلات فقلنا يعني خلنغير فتعالت دشدشت نشمعها هذا رفيجة يقول شون تعرفت علي يعني طلعي كونتنت أقول لك وعلى الطاري ذكرني توفكرة وراءة بس نسيتها المهم فأنت الحين صار زاخر معلامي عليك أنا آية تذكرت بتقول لي على سالفة أنني في الوطن العربي ما يتفاعلون مثل ما يتفاعلون في شرق آسيا وحتى أوروبا يعني بس أنا أعتقد أن هذا ما أدري أعتقد شيء زين شيء شيء من ناحية أن أنت ما تدري أن أنت هل هو عارفك أو لا عارفك لا ما تدري إذا هو عاجب أو لا عاجب ما يعطيك فيدباك هناك يبين الفيدباك واضح نواجه هنا بالبودكاست ندري من أنه يطالب وندري أنه يطلعون لفترات طويلة بس في البدايات مثلا ما كانت هناك كومنت بس ندري من الناس يشوفونه بعدين مع الوقت لما شهر وصار طبيعي والناس عبدتها وفي أجواء عامة هنا قامت تزيد الكومنتات والناس قامت تدفاعل أكثر بس في البدايات كان الموضوع بالنسبة لنا ما ندري فهمت خسدي يعني أنا في البداية كنت أبي الفيدباك أبي عارفن أبي أطور أبي شيء ما وما تقول تحصلها مثلا من التعليقات في السوشيال ميديا أو على اليوتيوب لا 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 تعلقون تشوف العالي عالي عندك تشوف أن أنت في وائد ناس قاعد يشوفون صح فأنا عشان شيء يقول وزين من ناحية أن أهم أنا نفسك ما أحب صرفة أن أنا أطلع وما باللوية ما أحب شيء يعني بس مثلا يعني أعد إيه ماذا أنا أشوفها شيء صحية خصوصا في البلد اللي أنت عايش فيه يعني لما تسافر ممكن خلاص أنت مسافر أصلا فترة قصيرة فيكون في هذا الجو والناس يتوقفك وانت طالع بس بالكويت تدخل المكان يعني يعني ممكن أحد يعرفك ممكن يبتسم أنا أعرفك يعني عادي عادي بس يعطيك يعني يعطيك مساحتك أي وفي الكويت ما كان عندك أنت ما صارت صارفة السوبر فانز اللي كانت موجودة بماليزيا ما كانت موجودة لا 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 إنها ازدحام تصير مرات يعني هي نفس كرة الثلج إذا أحد بداها وبمكان مزحوم يصير يتم معون وائد الناس مثلا إذا رحت في ويكند وبدأ شي أحد يصور بعدين يحد ثاني يصير يلفت الانتباه يعني بس ينادي ربما تصير في الكويت أعتقد شيء إيجابي يعني مريح إذا أنت الآن رديت في 2015 رديت من ماليزيا قاعدت هناك أسبوع عرفت أن صار في انتشار مت أنت قررت أن تتسوي الفيديو كليب وأنا بأمر أدري أن أنت كان عندك حتى جانب في الصحة النفسية أبيت طرق لها بس ما أدري ما أنت بتضبطه أبيك توديني من ما رديت من ماليزيا وتكمل شنو صار عقبار هي كانت قبل حتى ماليزيا بعد نزول الألبوم أو حتى أثناء الشغل بالألبوم فترة يعني كنت أشتغل يعني فترة طويلة بالستوديو استوديوي منزلي فأنا مو مع والله مهندس صوت ولا فريق تلحين ما كنا مجموعة والذي اشتغل معي بالألبوم سيف في الإمارات ما كان بالكويت مراتي نقعد أربعة أيام نشتغل بعدين فكانت فترات كانت فترات يعني في فترة ضيق يعني حسب بحزن بس كنت أبررها إنه والله أنا قاعد بروحي بالستوديو فترة يعني كنت أحتاج تركيز عالي وراحت مع نزول الألبوم وحماس نزول الألبوم صارت فيه شم حفلة بعدين ضيق شنو يعني كانت نوبات حزن كانت حوش إنه نوبات حزن ومو مفسرة يعني أدور شي بحياتي فيه مشكلة تستدعي هذا الحزن ما ألقى فصرت أقول أوكي يمكن بسبب هذا الشي تكون أشياء طبيعية يعني منغصات طبيعية كل واحد يمر فيها بس ما يعني مو متوازنة أو متساوية مع الإحساس بالحزن تحس إنه ما لك يعني أشياء اللي تكون مستمتع فيها دايما طلعات الرابع والأكتيفتيز اللي تحب تسويها ما لك خلقها الأكل كنت ما أشتهي في نظرة يعني متشائمة للحياة بشكل عام فهذه كانت تمر مرت الفترة بسيطة بالشغل تكون والله مثلاً اكتئاب أو مرض نفسي وصدفة كنت أشوف بإستجرام والله فيه دكتور نفسي محمد سويدان قاعد يتكلم عن أعراض الاكتئاب فقاعد يقول لنا فيه خمس ما هذه سبع أعراض قاعد يتكلم عنها وقاعد يقول أف هذا نفس الأعراض مالتي الاضطراب في النوم الأكل مومشتهي الأنشطة اللي تسوي فقلت معقولة يعني أنا الحين اللي مغذي الناس إيجابية ورددت الأفعال قاعد تصير أن ألبومك وغانيك تعطينا إيجابية وأصير أحسن وأضحك يكون فيني اكتئاب يعني كانت غريبة بس قلت أوكي يعني إذا في حل يعني خلني أشوف يمكن أن يكون هذا الطريق الأسهل لمعالجة هذا الموضوع وفعلاً راجعت طبيب نفسي ومن اللي قال أول قال يعني أي فيك ديبريشن اكتئاب وفي طرق علاجية وخذيت الطريق العلاجي ووايد تحسنت وكانت أصلاً حتى يعني من أول ما عرفت من أول ما عرفت أن أنا اللي قاعد أمر فيه اكتئاب بشكل لحظي ارتحت ما تعالج بس على الأقل عرفت السبب يعني إيه بعد فترة طويلة تكون قاعد تعاني وما تقدر تشارك هذا الشي مع ربعك لأنه ما عندك سبب معين تقولهم أنا زعلان بيقولك ليش ما أدري فكان في راحة كبيرة هل تعتقد كان الأهم صعب أن أنت كنت ولا تغني بس وقتها تغني أغاني إيجابية وتبحث عن النجاحات وتبحث عن أن تبث الإيجابية بالناس فهل كان هذا أصعب أن أنت تفتح الموضوع هذا مع الناس حولك هل كان متطلب منك أن أنت تظهر في صورة معينة جداً؟ أعتقد مو جداً من اللي حولي اللي حولي أنا شفاف يعني اللي قراب مني ما عندي مشكلة بس أعتقد جدام الجمهور يعني كنت الناس حاطين أن حمود هو الفنان الإيجابي بس الآن صرت أنظر لها منظور مختلف ويمكن هذا السبب اللي أتكلم أول مرة بهالموضوع أن لأن الناس تشوف أن هذا شخص إيجابي وأحياناً توصل لي بعض رسائلنا شون أنت دائماً مبتسم الناس قاعد تشوف الصورة المفلترة منك تشوف النسخة من خلال أغانيك من خلال فيديو كليباتك من خلال ظهورك في السوشيل ميديا اللي هو بالطبيعي بيكون أفضل لحظات حياتك يعني أي واحد فينا يعني شاب مشهور هو رح يعني يحط مالة حياته فأي صرت يعني أشعر المسؤولية أكثر أنه لا خلال نكسر هذه الصورة أنه محد محد يعني يعني شنو الكلمة اللي هو محصن من أنه تحوش أمراض نفسية حتى لو كان هو يعني حياته أو يعني منظور الحياة الإيجابي أو العمله أو تصنيفه عند الناس أنه هو شخص إيجابي ليس معنات أنه صح يعني أنا إنسان إيجابي يعني ممكن تحوشك لحظات دائم أو تكون في مرض نفسي يعني أنت عملك أن أنت تحاول تحل هذه المشكلة عن طريق أعدات أو وسيلة الموسيقى صحيح أن أنت تحاول تعبي هذا الفراغ صحيح لكن هذا شيء وحياتك الشخصية شيء ثاني أن أنت بالنهاية هم إنسان لك طبيعتك بالضبط بال الضبط بال الضبط أي 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 يعني أنا بس أني بذيك الوقت أن تشوف أن يعني إيضحك يعني إيضحك أنني أنا اللي المفارقة ما أريد أن يضحك أن أن الناس تبحث عن الإيجابية عندك في أغانيك وأنت مو قادر تغذي فيها نفسك بس هذه ما لها الشغل بهذه يعني مرض نفسي مرة حتى أغنية يعني حتى هذا اللي يقوله يعني إذا أحد مثلاً للمرات توصلن إلى سائل من الناس يقول أنك تمر بظروف عصيبة سواء اكتئاب أو أفكار مثلاً انتحارية لكن أغانيك ساعدتنا في تجاوز هذه المرحلة وأشعر بشعورين بشعور أوكي أنا ممتن أن أغاني ساعدت لكن أريد أن أقول أن هذا في طريقة وايد أحسن من أنك تسمع أغاني أنك تذهب عند مختص إذا كان الذي قاعدت فعلاً تمر فيه هو مرض أو كنت تشك أنه هو مرض أنت لا تستطيع تعرف من البداية هو متى تراجع مريض نفسي إلى متى تسأل نفسك هل يحتاج أن أراجع مريض نفسي أريد أن تتكلم عن الفيدباك عندما تتطالف في الفيدباك الزيني للناس يقول لك أنك تشرب ماي قاعد تشوف في الفيدباك الزيني للناس يقول لك أنك ساعدتني أنني كنت في أزمة نفسية أو أنني كنت أمر بفترة سيئة ومع أغنيك قدرت أن أفكر بطريقة ثانية وفيه هل فيه جانب ثاني شون تتعامل مع الكومنتات الناس اللي تقول لك فيه طبيعي طبيعي شون تتعامل مع الكومنتات اللي أنت تحسنها والله هذا يعني فيه ناس مهنتها أن تحط لك كومنتات تحاول تعورك فيها شون تتعامل يعني أعتقد أنت أول شيء لازم تتقبل أنك دائما اخترت تكون في النطاق العام شخصية عامة فرح يصير فيه فيدباك إيجابي أو سلبي وهذا في أي مجال يعني أنت مجال الإعلامي السياسي أنت قدمت للناس قدمت نفسك للناس بمكان عام رح يجيك هذا الفيدباك فتكون متهيئ نفسيا والجانب الثاني أنك تفلتر بين الانتقاد اللي لازم تسمع له والانتقاد اللي نفس ما تقلت واضح أن هذا أحد يبي يحبطك وأعتقد هذا نادر صراحة يعني أو يعلق من تجربة الشخصية مو موجود بكثرة يعني صح بس هو اللي يلزق ما تحس يعني ما أدري مو هو يلزق وهو طبيعة الإنسان أي تشوفها أكثر تشوفها تنتبه له تنتبه له ما أدري مو أنت غير يعني ما أعتقد أني غير يعني أكيد تتأثر بس يعني أنا حاول أشوف إذا فيه ملاحظة خصوصا قاعد تتكرر أوكي أخذها بين اعتبار حمود والله هاللحن نحس مكرر من غنية ثانية تكررت الملاحظة أوكي أخذها نقد ممكن ممكن يكون مزعج لأن هذا عمل اشتغلت عليه وكانت متأمل بس على الأقل تأخذها بعين اعتبار يعني هذين الناس يتابعونك وحابين لك أن تتطور يعني ما أدري يعني النقد الثاني مع الوقت يصير أحسن يعني في البدايات هل كان يأثر فيك أكثر بالتأكيد بالتأكيد وأنا أعتقد أني محظوظ أن ما يتني الشهرة بشكل مفاجئ شوي شوي يعني إيه يعني نحن تكلمنا بالبدايات من حتى قبل الفيسبوك بالنطاق يعني بعض الأصدقاء يعرفون بالمدرسة بعدين شوي شوي لنطاق يعني أوسع 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 فأعتقد هذه لها وايد مزايا وايد مزايا يعني يعني تشوف أنت أحيانا تصير ردة فعل حق الشخص اللي خلال السبوع يصير مشهور كل ناس عارفه وهذا تصير وائد الحين مع العالم الريلز والتيك توك صح أن أحد فجأة يضرب عنده فيديو بين يوم وليلة هو مشهور ما أدري بصراحة شون يحس فيه بس أعتقد أنه أكيد محلة صعبة صعب يتعامل معه محلة صعبة إذا صارت فيه انتقادات أو حتى ناس يوم يسلمون عليه بالشي يديد ما ذكرت عامل معه فأعتقد أنا كنت محظوظ في أن ما صار شيء معاي فجأة كل شيء صار بشكل تدريجي زين فالحين أنت رحت حق دكتور طبيب نفسي أنت بينك و بين نفسك دكتور عادي كنت توقيت لك أنا عادي أن أرى خلاص عرفت أن أنا فيني ممكن مشكلة نفسية رحت العادي ما كان إي و لأن الوقت كانت موجودة الوصمة يعني اجتماعيا موجودة ولا زالت موجودة بشكل أخف يعني أعتقد أي عادي كنت نتقبلها والدكتور نفسي كنت عارفه شخصيا أوكي وأشوف كنت محتوى أصلا كنت مدابعة بإستقرام يعني فقلت ليش يعني أشوف مو دكتور ناصر مجيب البعد لا لا تخيل كل ما كان طالع على الكرار فيه معام يصير بحياتي ما كانت عندي هذا التخوف يعني يمكن كان عندي تخوف أني أشاركه بشكل بشكل علني يعني ما تكلمت عنه إلا بعدين بعض المؤتمرات المختصة بالصحة النفسية تكلمت عن الدعاوني وتكلمت عن التجربة تكلم عنه بعض المناسبات التي تكون أحيانا تصير في جلسات خاصة يعني بس أعتقد كل ما الناس تكلمت عنها خصوصا البابلك فكرز المشاهير كل ما ساهم هذا في تطبيع الموضوع صح والتخفيف من وصمة العار بالمناسبة لدينا بودكاست تحت نفس المضلة تسندباد مع الدكتورة مريم العواضي سوانة ثري سيزن بسبب كل صراحة ما دري مر عليك مر عليك لا هو بس موجود في البودكاست تقابل صوتيا قصدك وتتكلم مع المرضى من بداية المشوار ومشكل المشكلة اليوم فيها إلى أن تعالجه سوينا تم حلق نيرام 28 أكثر أكثر عجيب وائد وائد حلو وائد ناس ساعدهم أنهم يروحون وفي البداية تقول تقول أن هذا البودكاست ليس علاج ولا أني أنا أنصحكم من خلال البودكاست تتعالجون إذا تحسون أن هناك أعراض معينة أنا أنصحكم أن تراجعون هذه واحدة من الأشياء التي تحاولت عن طريق البودكاست أو شيء فمطلوب جدا مطلوب التوعية في الموضوع الآن تكلمنا عن الواقع تكلمنا عن الإيجابية الآن تكلمنا عن أين أين موقع الإيجابية التي تغنيها سواء كن أنت لا أحتاج المال كي نزداد كي نزداد جمال يعني هناك أشخاص تقول لك لا واحدة تقول لك أنا لازم شوية ميك أب شوية أو أشتري حلوة أو أشتري ذهب أو شيء يعني أقصد أن أكيد بينك بين نفسك راجعت هل موضوع أو قلوبت هل موضوع فلسفيا أنه فكرة أين موقع الإيجابية وأنا بيك حتى على موضوع أحمد الشقيري إذا نحن يبنى طاري حتى أحمد الشقيري تطور أنا أعتقد في رأيي ما بيقول تطور يعني أنه صار أفضل أغسر أنا بالنسبة أفضل وصار اليوم أقرب للواقع ولا زال يبث روح الإيجابية وروح التأمل وممتازة ممتازة هل أنت تعتقد أن قاعد تمر نفس الشيء أن أنت قاعد تنضج أعتقد يعني شوف أول شيء أنا يعني كلمات لغاني هي تكون نسخة مثالية لما نتمنى أن نكون فهي مو بالضرورة تمثلني أو ممكن أي أحد يتمثلها بشكل كامل يعني نحن لا نستطيع نقول المبادئ مثلنا هي هذه وهذه 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 نحن نؤمن أن هذه المبادئ مثلنا أو النظرة الإيجابية مثلنا بس لا معناته نستطيع نكون بهذه الشخصية 24 ساعة وأعتقد بالألبوم الثاني يمكن كان صار طريقة الطرح شوية واقعية أكثر أنا حبيت لغم أكثر أنا حس أنه كان واقعي أكثر لأنه لا فيه تحديات وفيه نمر بصعوبات لكن النظرة الإيجابية تكون في أن أنت تخطى هذه الصعوبات أنا هذا تعريف للغنية الإيجابية مو بالضرورة هي أغنية فرايحية أو سعيدة مو بالضرورة ممكن أن تكون أغنية حزينة وإيجابية لأن أنت أحيانا لما تكون تمر بمشاكل ما تبي أحد يقول لك شفيك يبغفلها ستانس تبي أحد يقول لك أنا فاهم اللي تقع تمر فيه فنفس الشيء الأغنية أنت مرات تكون بظروف مثلا صعبة أو مود نازل ما تبي تسمع شيء بس تبي تسمع شيء يقول لك أنا فاهمك بس مع ذلك يعني اللي قاعدت مر فيه واحد ناس غيرك يمر فيه مثل لكل العالمين أهمو فلسة وحدك أهمو ولعل خير تفائل خير تلاقي خير بس التون العام أنه يعني أوكي فيه حزن صح 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 عجيب عجيب أنا هذه أكثر يعني أنا سبوع اللي فات والأسبوع اللي فات وقاعد أسمع أغنية كلهم وأروح ورد على دندن معي أحسني حلو أي دفادري حتى أنا بصراحة من المفضلين بالنسبة لي يعني هادية حسيت حتى لما قارن شخصية حمود في الألبوم الثاني مقارنة من الأول الألبوم كان وقته وزبانه تحسني وردي شوية تحسني بمقارنتين اليوم وعمري أنا اليوم أحسني وردي لأنني أنا أحسني أن أنا نضجت عن 2014 نعم مو لأن وهو في انتقاد مباشر عليه أنا أعتقد أن هو مناسب كان وقته لعمري ومجدا مناسب واللي أفكر فيه وطريقة تفكير من نظرتي للحياة بالضبط وأعتقد أن أي فنان حتى لو من غير قصد دائما نظرتها وانطباعة عن الحياة راح نعكس على طريقة فنه وطرحه ومواضيع لإختارها بالعكس حبيت الألبوم الثاني حسيت أن قاعد أشوف نضج للشخصية تتماشى حتى مع شخصيتي نانا شيء حلو يعني يعني لو أنا لا أستطيع أن أسمع الألبوم الأول وأنطرب عليه لسبب أن لا أحس أن أنا بعمري فهم قصد نزين فالحين خلصنا من كل أنت قمت تسافر قمت تروح ميلان صح عقب مليزة قمت تروح ميلان قمت تروح مرضانا شيكاكو قمت تروح والله هاي الدول أستراليا نيوزلندا أسبانيا أسبانيا المغرب المغرب هاي الدول يعني أنا قاعد أمر على الدول قاعد أشوفها شيء مهول يعني أنت خلاص طلعت بره لإطارها ما بيقول لكويت يا حتى الخليجي والعربي قمت تسافر بالعالم وقمت تشوف ناس شون الوضع كان بالنسبة لك والله يعني شوف يعني هو أي فنان قد يقول لي يعني شل اللي تحلم فيه يقول لك أنه أنا ينتشر فني ويوصل لأكبر قدر من الناس ف وأعتقد أيضا أي فنان تقول لي شنو أحلى تجربة من عملية الفنية كلها يعني من الألبوم والغناء وهذا رح يقول لك أو على الأقل أنا يعني بس تتوقع الفنانين يتفقون معي لما تكون على مسرح وتشوف الناس قاعد يغنون معك لأن تذكر الفيدباك اللي قاعد تكلم عنه أنه أنا أبي فيدباك أنا الفيدباك قاعد يصلني على المسرح إذا غنية الناس قاعد تفاعل معها خلاص هذا لا يوجد فيدباك أحتاجه أكثر من هذا حافظين الغنية تمام فأمزج هذا مع أن يكون الحفل في دول أنت لا تتخيل ولا تطمح لا تخطط أنا لا غنيت بلغات مختلفة نفس مثلا ماليزيا لا غنيت من ماليزي ولا غنيت طبعا بعد نجاح اللغنية كون أنت سجلت نسخة اندونيسية منها وضابط الأكسن تنك يعني على كلامهم من الضابط يعني أنا ما أدري الضابط بس على كلامهم من الضابط اللي نزل بالإذاعات وهم رجع مرة ثانية صار نمبر ون في الآي تيونز نسخة اندونيسية بس على الحفلات إي يعني أكيد شعور جميل جدا صراحة بسرح وائد حلو أن تغني جدا من ناس يعني ما كنت تخيل أن أوصل مثلا أستراليا طبعا هو بالنهاية للجالة عربية يعني ما قادة أغني حق الأوروبيين أو الإسراليين صح الإسراليين اللي من أصول العربية أو الأمريكان من أصول العربية أو مسلمين بشكل عام يعني مرات يكونون حتى مو من أصول العربية كنت تسافر حتى مع ما اسمي معاكم ماهر زين ماهر زين سويت مع كذا جولة في إسراليا وفي إيطاليا سويت مع حمزة في إيطاليا حمزة الاميراء أي مع مسعود كرتس متعرف على حتى أنت الحين حتى أول كنت في الخيمة وبدأ عقب الخيمة حتى على الموزعين كانوا في الكويت في الخليج صح يعني ما شذي تعاملت مع الإماراتي وكان شريكك في الألبوم صح بعدين الحين تتعرف على ناس موهوبين في تركيا وأنت وقت في تركيا يعني صح حتى نحجرت في تركيا صح إي فأنت قاعد فترة طويلة في تركيا وكانت لك تعاونات في تركيا صح شون اللي موجود في تركيا موجود في أماكن الثانية ما أعتقد هو موجود ومو موجود في أماكن الثانية هو فليفر يعني الموسيقى التركية هي موسيقى شرقية فيعني يفهمون موسيقتنا بس كنت وقت أشوف فيها احترافية يعني أنا وايد منظم يعني الجو للستوديوهات اللي هو سهر بالليل موجوي أنا يعني إنسان صباحي أحب لما أعطي عمل يقول لي مثلا والله بعد سبوع بس يردلي بعد سبوع فهذا الجانب الاحترافي كنت ألمسه في تركيا أو على الأقل كنت محظوظ بالناس اللي اشتغلت معهم في البداية إنه ناس مريحين بالتعامل وحبيت الخلطة اللي هي تكون أغاني شرقية وعالمية يعني ما تحسها خليجية يعني أنا الموسيقى من ناحية الموسيقية معظم أغانيية مو خليجية صح حتى أصير حسن كان في عندك شوش عم واحدة عندي في الألبوم الأول الخلى خليجية خليجية صح وكان عندي نفسها يقاع إماراتي بندري كنت وقع هذا الألبوم قاعد أتجرب فيه يعني كل أو كان أقل لغنيتين نجاحا فخلاص عرفت أن هو ليس ما أنا وايد استهويني حتى كاستماع أحب لغاني خليجية أسمعها بس أن يعني مو هالنوع فقلت خلاص أنا عندي خلطة اللي هي عربي بوب يعني عربي بوب يعني تحسها نفس مثل كنت اللحن تحسها فيه طابع شرقي صح الموسيقى ريجا تون لاتينية يعني البيت صح تصدق إيه يعني إذا تسمع غاني هذا التقطيع عملتها يعني فصرت أحب هذه الخلطة وبتركيا موسيقتهم تسمع موسيقى يعني غربية شرقية عجيب فدخلت أول شيء على الموزعين ومنها تعرفت على مخرجين فصرت أصور وائد بتركيا صح مريح التصوير ومناظر هناك يعني عندك عندك أي لوكيشن سواء مناظر طبيعية أو اندورز أو هذا ورتحت حتى حق المخرج الذي عملت معه عملت معه كليبات حسن كيوشو هو الذي اخرج لي كون أنت بعدين سوي نهاء نذا وحتى بالألبوم الأخير اشتغلنا كذا الألبوم حاول مرة أخرى كن أنت أمس متيك 284 مليون ألا 48 مليون واصلة وهذا مصورها عقوب أنت أي صورتها عقوب سنة حتى ترددنا فعلا أن خلاص صارت سنة يعني لأن النسخة الأوديو التي نزلت كانت واصلة 60 مليون فقعنا نقول أوكي يعني مو حلوة ننزل كليب مشاهداتها ستصير أقل من الأوديو يعني هو غالبا الناس أول ما تنزل الغنية رح يتداولونها ويسمعونها مع الوقت خلاص هذه غنية تسنة الفاتت بس قلنا يعني يعني غنية ضاربة خلنا ننزلها حرام يعني لن نضع صح خلنا نثبتها يعني أن هذه غنية ونعطيها بعد آخر من خلال فكرة الفيديو كليب وفعليا لا توقع أن نتجاوز مشاهداتها مشاهدات الأوديو 60 مليون هم رقم كبير يعني وغنية بايتة من السنة الفاتت فتفاجأنا صراحة أن نزلت المرئي دائما أكثر من أتوقع والله تصدق مو دائما وهذا الالبوم الأخير غير نظرتي نحن الالبوم الأخير نزلنا ماذا بعد كان سبع أغاني صورنا من السبع أغاني ستة أغامي إذا لماذا سميته ماذا بعد أبا فهمت قبل هذا لما يتحين فكرت بسهو ألبوم ثاني شنو كنت قاعد تفكر فيه يعني كنا لازلنا في نفس طبعا أيضا مع الشريك الفني نفس أويات أي سيف فاضل هو كتب ستة من السبعة ستة من السبعة أغاني في الألبوم وهو كاتبهم اي كاتبهم لحنهم صديق الدرب هذا يعني تعرف لما شون يقول لك فيروز مع الرحابنة والدوتو أعتقد هذا شيء زين يعني اللي يصير في المجال الفني أن تلقى أحد فاهمك خلص هو فاهم أنت الخط مالك حتى كذوقك في الألحان فاهمه وتقريبا نحن بدأنا مع بعض صح بدأنا نكون اسم مع بعض شون فكرت فيه لما نقل لابن نسوي ألبوم يديد الآن لماذا سميتم ثانيا أفهم الأجواء الفنية أكثر نحن بسوي ألبوم هل أجل من الجونرا معين لون معين هل أبي نحط مجموعة تغاني بس نحط مجموعة تغاني واختر أفضل الغنية ولا فيه أشياء أساسيات تمشي عليها يعني قلنا عندنا نظرة العامة أن أغاني قيمية أو فيها معاني وكان فيه أيضا مع سيف فيه نظرة الواقعية أكثر أو نحن نريد شيء إيجابي بس شيء ملموس الواحد الذي يسمعه يشعر أن أنت ليس طائر بالهوى ليس حاسب فيه أغاني إيجابية بس تلمس الناس أقرب حق الناس لغة تكون أسهل عن الناس بس هذا كان الوجه العامة فلتحقي مجموعة أغاني وتحاول تخلي كل الغنية لها لون معين بالضبط يعني ما يصير فيه تكرار بالضبط أكيد تبتنوع تبتنوع موسيقيا هناك أشياء عندك بديهية بس أنا أعرف صحيا تبتنوع في المواضيع وتنوع في النمط الموسيقي يعني تبت توازن بين الغاني الهادية والغاني السريعة غالبا يصير الغاني السريعة أكثر هي المطلوبة أكثر الآن في السوق يعني عندك تبتنوع في الألحان في المواضيع واضح فسبعة غاني فسوينا سبعة غاني صورت ستة من السبعة صورنا ستة من السبعة لماذا 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 يعني لأن رتبنا الألبوم جهزناه تغير هذه تضرب بروحة وهذا اللي صار يلا هي أكثر أغاني الألحان الأخير انتشارا وهي الوحيدة التي لم تصور فيديو كلب نحن الياب بالطاري أنت تقول الأغاني المصورة عادة تكون فهل الألحان غير نظرتي قال لي لي مو بضرورة الغنية التي ترمي مع الناس التي تلامس الناس هي التي ستنتشر لأن أنت أريد أن أنت أريد أن أريد أن فغيرت يساعد لكن ليس بضرورة غنية لا تصورها ستكون أقل انتشار من غنية ثانية صورتها فهي بالأوديوم تقوم أحسن شيء سوين طبعا فيديو التي تطلع الكلمات بطريقة الموشن غرافكس عجيب نظر فشكلي خلاص لن أزل الكلبات يعني لويا و بجت بجت فيها بجت فيها بجت ولويا بس إذا ويطيهم العافية هم يتكفلون الموضوع أنت قلت لي بعد فترة من الفترات كلموك على علاء الدين صح صدمت معلومة أي وحتى أنا صدمت بالإيميل يعني اللي وصل كان أعتقد بل 2017 وصلني إيميل فورورد من وقالوا يعني في انترستن ريكوست شرائك فشفت الإيميل كان الكاستنج شركة في شركة كاستنج بنيابة عن ديزني هم الكاستنج اللي يبحثون عن الممثلين للفيلم وقالوا إحنا حاليا في ديزني قاعد نجدد الكلاسيك الكارتونية فسوى وكان وقتها Beauty and the Beast صح والحين شغالين على فيلم على الدين وقاعد ندور على اللي أدي دور على الدين فمواصفات اللي قاعد ندور عنها نكون ميدليستن أوسطي والحين نهبتهم لدينا لازم تمثيل بشكل مباشر من الشرق أوسط على صح لأنك يصبح نقد أن تأدي شخصية تاريخية أو شخصية مفروضة أنها تكون عربية أو أفريقية يبحد من هذه الفئة هو الذي يمثلها فكان عنده فيه هذا الوعي فيبون شرق أوسطي يتقن اللغة العربية الإنجليزية إذا كان في أكسنت عادي كاتمينها بالإيميل أكسنت إذا كان طبعا يجد الغناء يفضل ويجد الرقص بس إذا لم يتوفر عادي يعني يصير في تعليم يعني في كورس قبلها يعني ونشوف حمود عنده هذه المواصفات إذا كان مهتم ويقدر يتفرغ لتصوير من الشهر الفلاني لشهر الفلاني نبي يقدم على تجارب الأداء أنه يقدم وكانوا حاطين أتاتشمنت بالإيميل اللي هي غنية الموسيقى بس قالنا بفيديو وين فيديو يتكلم عن نفسه يعرف بنفسه وفيديو يغني الغنية إزاي صار قدمت لا والله ما قدمت يعني بصراحة كان فيه أكثر من سبب يعني أول شي فكرت فيه كان الفيلم على الدين الكارتون كان عليه نقد كبير وكنت شاهد على هذا الموضوع اللي هو النظرة الاستشراقية من هوليوود على العرب وهذه تشوفها بفلام موايد النظرة الشراقية اللي هي نظرة الغرب بشكل عام عن العرب لما يكون فيها أما مبالغات أو يكون فيها مثلا يعني خلط بين كل ثقافات الشرقية وتشوف أنه فكان فيلم على الدين الكارتون هو مضرب المثل في نظرة هلويد الشراقية أو العنصرية كان الاغنية الفتتاحية لعلاء الدين الكارتون كانت اللي هي I come from a land from a faraway place where camels didn't and where they cut off your ears if they don't like your face it's barbaric but hey it's home يقول لك أنا آيائي من بلد يقصون أذنك إذا ما حب ويهك وهذا تصرف بربري بس هذا هذا بلدي يعني فنظرة سلبية على العرب كانت الشخصيات السيئة الشريرة في الكارتون كان عندهم أكسنت عربي ثقيل تكلمون بينما الشخصيات زينة علاء الدين وجاسمن يتكلمون perfect American accent زينهم كلهم عرب ليش يعني الشخصيات السيئة يكون فيها أكسنت عربي ثقيل بينما الشخصيات الجيدة طبعا في وايد كان في أمثيله كان في دوكيمنتري أنا معك مبليمية فأنا ببالي هالموضوع فقع أقول حتى لو أخطو خطوة التمثيل اللي أنا بعيد عنها ما أود أن تكون بفيلم في هذا الأرث الاستشراقي أو العنصي طبعا بالإضافة إلى في وايد شغلات ثانية كان من الشغلات اللي في بالي هذا دور لو خذيته طبعا ما الثاني حقا أقول أنا كنت رح أقدم يعني بس لو خذيته يعني أنت بين ليلة وضحاها رح تصير معروف في كل بقعة في العالم وما أتوقع أن هذا شيء به يعني يعني أي ورح يصير خلاص أنت طول حياتك على الدين يعني هذا دور رح تسوي صعب أن أنت تسوي شيء ينسي الناس يعني صعب تسوي ألبوم والأكلب يغطي على دورك على الدين عرفت فأنا فأنا لازم أحط في بالي أن أنا لو أكون مسافر مع حفادي أوروبا سيقول على الدين هلأ أنا بهذا الشيء فهمت يعني ما أدري ما كنت مرتاح حق الفكرة ما عندي سبب واضح ليش يعني أنا وردي مشهور السبب الأول وقتنعت فيه السبب الثاني أنا ما اقتنعت فيه السبب الأول وقتنعت فيه صراحة السبب الثاني أحس أن ممكن تطلع لك فرص دانية تبني عليها وتنسي الناس يعني هذا يمكن خطوة دخلك هذا العالم فهم قصدي صح بس أن السبب الأول مقنع بكافي أن أنا أقول لك طبعا بالإضافة إلى فيه مشاهد يعني ما راح قدر أقول لهم أنا أن ما بي أسوي مشهد قبلة ما راح قدر أقول ما بي مشهد ركس مع بنت إيه ولا أن أنت يكون بينك وبين بنت انتراكشن إيه أنت ما تشوف أن هذا شيء أنت تتبهي يعني انتراكشن عاديا في مجال التمثيل طبيعي أن تكون في قصة حب بس في مشاهد ما يعني صح يعني ايه ايه ما راح تمثلني ايه ما راح تمثلني يعني ايه هذا شيء بعد يخرج طبعا ايه ولا أنت الممثل المعروف اللي تقدر تخط شروطك يعني يلوغ لك والله والله قاله وقاله 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 ناس يقولون القصة يقولون يلوغ صح يلوغ بعدين واحد خلاني يتحسف يقول لي على الأقل على الأقل كان شاركت وشوف وين توصل يعني الإكسبرينس الإكسبرينس ايه يمكن تروح هناك يعني ايه تروح هناك تتعرف على الولسميث طبعا الوقتها لا كنت أدري ان الولسميث هو اللي يسوي الجيني ممكن كان عندي وشة تنظر ثانية في الموضوع تمام خوش أنا الحين للمستقبل شكرا تفكر شنوضعك حين انت نزل ألبومك بوقت كورونا صحيح والمستقبل هل انتهيت من هذا الألبوم ولا راح لا خلص نزوله أعلن أنه سبع عمال نزلت بشكل تدريجي بس أخصد خلص السايكل خلصت خطوات هل في حفلات في المستقبل طبعا السايكل عندنا في الوطن العربي ما عندنا السايكل واضح لأن السايكل واضح برا أن تتنزل الألبوم بعد أن تسوي تور صح تنزل الألبوم وتسوي جولة حفلات يعني عاد أنت وجمهورك سواء على مستوى البلد الذي أنت فيه أو مستوى العالم نحن لا يوجد ثقافة التور أنت تنزل الألبوم وتنطلب في حفلات فكل الحفلات التي تطلبها الآن تعتبر من ضمن الآخر الألبوم إلى أن أنت تقرر كفنان أو شركة تنتاج تقول أنه حان الوقت أنه أنا نزل مجموعة أغاني ديدة والآن صارت حتى مو بالضرورة ألبوم وهذا من الشغلات الصراحة التي قاعد أفكر فيها هل أحتاج الآن ألبوم ثالث يعني الألبوم الثاني غيرنا طريقة نزولة ما نزلنا دفعة وحدة بسبب هذا الموضوع أن طريقة استهلاك الناس لموسيقى تغيرت يعني ما عاد الواحد الآن يسمع يطق ألبوم من الأول إلى آخر يعني قبل كان في ثقافة الألبوم ويساعد الموضوع أنه عندك جهاز تحط ه بالسيارة فخلاص تسمعه أنت الآن قاعد تسمع ديجيتل فقاعد تبحث عن غنية التي يحول لك إياها مثلا أو غنية سمعت بالراديو ترح تسمعها جمهورك القريب هو اللي رح يسمع ألبوم كامل الأشكالية هنا اللي هو يسمعك سامح فيك بس إذا نزلت الألبوم كامل رح يسمع الأغاني اللي تضرب الأغاني الأكثر نجاحا بينما في أغاني ثانية لو نزلت بروحها كان ممكن تنجح بس غطت عليها فقلنا شالحل قلنا ننزلها بدفعات خلاص تصير كل الغنية تنزل أنا أعطيها كل الاهتمام التسويقي خلاص أنزلها حتى لما تعطيها الإذاعات لما تنزل الألبوم وتعطي الإذاعة ألبومك لا ستشغل الألبوم كله ستنجي بينما كل شهر تنزل أغنية وتعطي كل شهر أغنية ستشغلها فشفناها من ناحية تسويقية أعتقد أنها كانت تجربة ناجحة يعني أنا أعتقد في الألبوم الأول في أغاني لو نزلت بروحها كانت ممكن تحقق نجاح أكثر بس لا تتقارن الألبوم الأول بالثاني الألبوم الأول أغنية شالت الألبوم كله صح فهذه كانت أغنية 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 أنت تحقق نجاح في مثلا أنت اليابان يغنونها في يوم اللغة العربية ويسوون منها مسلسل في إندونيسيا أو ماليزيا أغنية أغنية صح كورد تستخدم من الحق الوان بليون فالوائشن إذا تسميها مدبول لا أسلم جيم بالقال لأي بس حتى المتوسط العام للألبوم ما كان يعني كان جيد بالنسبة لي في وقته يعني كان فيه أضحة 30 مليون ما أدري ما صورت الحين بس يعني أصير أحسن 15 هم هذا القام بالنسبة لي ووقته كانت كبيرة صح فكان فيه معدل عام للألبوم وأعتقد هذه كانت جلسة كن أنت دعنا نشيل كن أنت ونرى متوسط الألبوم الباجي نحن نقيم هل الألبوم ناجح ولا أنت عندك غنيا نجحت فكان الألبوم ناجح كان زين متوسط العام للألبوم كان زين حتى باستثناء كن أنت بس إيه فأقول لك تجربة النزول المتقطع للألبوم التي هي تقريبا سنجلس بس سوقناها يعني ويباكجدت أزن ألبوم قلنا أننا سنزل الألبوم لكن ألبوم نزول تدريجي واحد حلو وأعتقد يعني لو بسوي ألبوم مرة ثانية رح تكون بهذه الطريقة أو أن أعتمد نظام السنجلس لأن الآن حتى تشوف رواية فنانيين من زمان ما نزلوا الألبومات وناجحين هل ممكن تغني أغاني عاطفية ولا تاخذ شاعر مثل نزال قباني ولا غيرها وتغني الأغنية ممكن يعني ما عندي مشكلة مبدئية مع الأغاني العاطفية وأسمعها وأعتقد يعني مهم أن تكون موجودة لأننا قلنا يعني الأغاني نسمعها لأن الناس تبحث عن شعور وأقوى المشاعر هي مشاعر العاطفة يعني صح مشاعر الحب فتبي أن يكون موجود أنا يعني نظرتي لها أنه ما رح أكون قدمت يعني خد value مضاف قيمة مضافة للسوق إذا أنا غنيت أغنية عاطفية نفس اللي دارجة في السوق صح لازم تشوف لك زاوية يديدة إذا أغنيها والله ممكن لأنه وصلت يعني يا أنا نص حلو عجبني وتحمست أني أغنيها ممكن أو أني أطرحها من زاويتي التي تكون أغنية عاطفية بس فيها لون معنى فيها لون فيها قيمة وأعتقد هذا موجود يعني موجود في السوق مستنيك مستنيك ممكن تأخذها بإطار عاطفي يعني 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 كان كل واحد يفسرها بطريقة وأعتقد هذا شيء حلو نفسك قادت يا منيرة قادت كل واحد يفسرها بطريقة أيوة ترخوش مديرة تعمال بس ما ممتاز قاد أفكر بس حظها منك في الأعداد وتدريجيا ما هيك في الأعداد اليوم زين والله ممتاز لا أنا أنت صدمتني يتوقل من أمس قاعد ماسك التليفون ولا مسوي لايك وتعليق على بوست النزلة بـ 2013 قلت رحنا فيها لا قاعد لي قاعد لي أعداد ممتاز الحمد لله وأبي أختمها وأنا قاعد أفكر تواب دندن معي أنا أبي المقطع الأول تغني لنا حاضر حاضر أحراجتك ولا أحراج عادية متعود أنت عادي عادي يعني توقعت بودكاست ممنوع في الأغاني لا أنا لا أحبتها أنا أحبتها حاضر ومن يدري بما هو آت أحبتها فلا تحزن على ما فات وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات ألم نتجاوز العثرات بلى بلى وعادت للحياة حياة حياة تذكر ليست الدنيا وإن طالت سوى لحظات لذا دندن مع الكلمات عزيب صح أعتقد هذه سابقة عندك في البودكاست أن يصير في غناء سيما القصة الغناء بسيما القصة كان يغني ويعلمنا لا بس كان يغني ويعلمنا فكان يقول كان يفهمني الألحان أي دندن أنت سوالتني اليوم عن الحلقة لازم راح تكون مثرية لي شخصيا ودي أنك تجرب بينك وبين نفسك فن صوت الكويتي أحس أنه مادري والله في بالي فكرة أن تكون غنية صوت مطورة يعني يكون فيها خلطة مزيج بين إقاع الصوت حاضر بقوة ليس نكهة بعيدة حاضر بقوة مع يعني بيت أجنبي أو يعني أنا عجبني عندما سويت أنت العيد العيد هالهلالة تقريبا نفس الشيء الجزء الأول الجزء الثاني لما دشي الإقاع العربي أنا خلص أنا عرفه هذا بس أنا حبيت الجزء الأول لأنني أستخدم كان تقريبا صح خلو شي عجيب عساك على القوة الله يقويك أنا وايد استمتع أنا وايد استمتعت صراحة عجيب توقع شكتر سجلنا ما أدري أنا أحس أنه مرت بسرعة ساعتين مستحيل والله واو خلو شي و أنا أتذكر أقول لك أن أحسي يعني ما يقول لي ما ما توقع بس أعطيك العافية الله قويك حبيبي هلا والله هلا والله اشتركوا في القناة